خلص الكلام والحكاية 90 دقيقة في القهرة نلعب برجولة وحماس ومش عايزين أكتر من كده نصيحة ليا تخليكوا ورا منتخب مصر ما تشجعش لعين بعينه شجعش فريق بعينه إحنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب شجعوا المنتخب تخلوا فيجوا مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد أهم من منتخب لنا ولا غيري ولا أي ناري أصلا مهم أهم من منتخب مصر موسيقى موسيقى وقت الكلام خلص وبقينا مستنيين الأفعال من رجالة في الملعب قد المشئولية وجهاز فني واضحين فيه وجمهور بيهز جبال مش عايزين غير حمسنا المعتاد والرجولة والأداء والروح اللي بيكسبونا دايما هم منتخب قوي وإحنا لعبتنا في نظرنا أحسن لعيبة في العالم هنهتف لمصر هنشجع مصر وكل الناس بتقول يا رب موسيقى أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلص الكلام كله خلص الكلام كله كل اللي احنا عايزينه إن ربنا يكرمنا إن الجهاز الفني يحط خطة وطريقة لعبة محترمة إن اللي عابين يلعبوا برجولة وحماسوا يقدوا أداءهم إن الجماهير تهتف طول التسعين دقيقة كل واحد يعمل دوره كل واحد يعمل اللي يعرفه كل واحد يعمل اللي يمليه عليه ضميره بإخلاص شديد وإن شاء الله ربنا هيكرمنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا بيت متفائل كل ما الأيام بتعدي وكل ما الساعات بتجري بتفائل أكتر بحس إنه لا ما إحنا المنتخب اللي كسب إيطاليا إحنا المنتخب اللي كسب كوديفور إحنا المنتخب اللي كسب ناجيري إحنا المنتخب اللي كسب الكاميرون إحنا المنتخب اللي كسب بطولات عديدة ومع منتخبات كبيرة وعظيمة الجماهير دي إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله يوم الجمعة وتفرح وتفرحنا تفرحنا بتشجعها وحمسها وإن شاء الله منتخبنا في أرض الملعب يفرحهم ويفرحنا ويفرح الشعب المصري كله متفائل متفائل وربنا يا رب يكرمنا مش عايز أقول لكم حجم التفائل وبرضو حجم التوتر مش قادر أستنى مش قادر عايز الساعات تمر بسرعة ويجي يوم الجمعة وبعد يوم التلات ونخلص من القصة دي ونقول بعدها بيومين تلاتة احنا في مجموعتنا مين في كاس العالم يا سلام يا سلام على الحلم الحلو يا سلام على الحلم الحلو أنا واثق إن شاء الله في الرجل ده في الراجل ده أنا واثق فيه لو هم عندهم منتخب قوي احنا عندنا مدير فني قوي لعبين رائعين الراجل ده كارلوس كيروش مدرب كبير ورائع أكيد أحسن من اليو سي سي سيفي الراجل ده أكيد أحسن من اليو سي سي المدير الفني للمنتخب السنغالي مقتنع بدماغه مقتنع بزكاؤه مقتنع بخطته اللي إن شاء الله توصلنا لكاس العالم أصلا هي لعبة المدير الفني الشاطر ما تفكرش في إمكانيات اللي قدامك فكر في إمكانياتك أنت الرائعة إمكانياتك المميزة أيوة صلاح عظيم طبعا مرموش رائع تريزيجي عظيم مصطفى محمد كبير عمر السلية وحمد فتح وإنني مش هيخله حد يعدل خط الدفاع الرائع اللي فيه عمر كمال عبد الواحد والوينش وعبد المنع ومفتوح ووراهم كلهم سد منيع رائع واسكن فيه سواء كان محمد الشناو أو محمد أبو جبل كل واحد في منتخم مصر إدانا الأمارة وإدانا الدليل في كاس الأمم الأفريقية اللي فاتت إنه يقدر يشيل المسئولية ومايفرقش معاه أي مطش صعب أي منافق صعب أي لعب رائع أي اسم كبير مايفرقش معانا الأسماء مش إحنا اللي يفرق معانا الأسماء لعبنا ياما أسماء كبيرة لعبنا ياما أسماء عظيمة وإدانا نتفوق عليهم بقلبنا قبل رجلنا بقلبنا قبل رجلنا بحماسنا وروحنا قبل رجلنا آه هم كمان أكيد هيبقى عندهم حماس وروح أي وهم أكيد هيبقى عندهم مهارات عظيمة بس إحنا دايما سلحنا اللي بنتميز بيه عن الكل لو هم عندهم مهارات أزياد شوية أو إمكانيات أكبر شوية فإحنا عندنا روحنا وحماسنا أكبر شوية نقدر نقدر جدا خلوا عندكم ثقة ما تخافوش ما تقلقوش السنغال مش منتخب مرعب آه منتخب قوي جدا بس مش مرعب يعني نقدر نهزمه إحنا في كاس الأمم الأفريقية آخر مباراة المباراة النهائية بعد ملعبنا ثلاث مباريات وقت إضافي باللعب المنتخب السنغالي وهو أقوى منتخب في البطولة وماقدرش يسجل فينا لحد ما وصلنا لضربات الترجيح وكنا ممكن إحنا لنحسم المباراة في الوقت الإضافي لو تفتكروا فرستين مروان اللي كانوا في الآخر لولا التوفيق فإحنا نقدر آه نقدر نصك في فريقنا نصك في فريق نصك في لعبتنا نصك في لعبتنا كالوس كيروش مع منتخب مصر لعب 18 مباراة 18 مباراة للرجل ده مع منتخب مصر فاز في 12 اتعادل في 2 وخسر في 4 وسجل 24 هدف واستقبل 8 أهداف أرقام جيدة أرقام جيدة وإن شاء الله ربنا يكرمنا معاه ويكون هو اللي بيوصلنا لكاس العالم للمرة التانية على التوالي إن شاء الله نوصل لكاس العالم يا أنا بقى بصوا أنا جاي شارككم أحلامي وأفراحي ليه زي أحلامكم بالزبط نوصل لكاس العالم مرتين متاليتين طبعا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله في لعبين كده أنا عارف إن هم هيددونا مش اللعبين بعينهم يعني كل اللعبين إن شاء الله 200% من مستوى يعني لو حضرتك شايف إن فلان ده لو أدنا 100% مش هيجاري الخصمة أو المنافسة اللي قدامك لا أتأكد إنه هيديك 200% مش هيديك مستوى بس اوعى تشك في أي لحظة إنه في أي لاعب في منتخة مصر مش هيقدي ضعف مستوى كلهم رائعين كلهم كبار كلهم مميزين نفضي دماغنا بقى شوية نقعد ندعم الكام ساعة اللي جايين دول نساند حلو قوي إن إنت حضرات تخش دلوقتي تكتب بوست على الفيسبوك وتقول لا أنا بصك في لعيبة منتخة مصر بصك في الجهاز الفني وهنبقى موجودين في كاس العالم اكتب أسماء لعيبة منتخة مصر كلهم وقولهم أنتو لعيبة عظيمة هيشوفوا الكلام ده وأنا قلت لكم قبل كده إيه وقت تفتكر إن كلامك مش هيوصل هيوصل بلاش بقى الجو اللي هو بتاع إيه لا يا عم أنا بقول لك إيه أنا إنسان وقاعي وأنا بتاع الوقاعية لو هنتكلم كورة لا فالمنتخة في السنغالي هيكسب ونبدأ بقى إيه نحلل ونصفصط ونبدع يا سيدي يا سيدي ما أنا عندي الدليل أجيب لك من سنة كام ووريك إن إحنا مهما كنا منلاعب منتخبات كبيرة وعنضم عناصر الرائعة كنا منكسب كنا منعمل عليهم مباريات كبيرة كنت تصدق إنك تكسب كدبار في وقت من الأوقات أربعة الجزائر أربعة كنت تصدق إنك تكسب الكاميرو بصوموا لقيته بالنتائج ديت كنت تصدق كان بيجي في دماغك بننزل وبنلعب كورة حلوة وبنكسب كمان فإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله طيب كالوس كيروش في عدد كبير من اللعبين شاركوا معاه خلال فترة توليه مهمة منتخب مصر أكتر لاعب شارك مع كالوس كيروش هو عمر السلية 17 مواجهة وبعديه حمد فتح 16 مواجهة وأحمد فتوح في 15 مواجهة ومحمود حمد الوينش في 14 مواجهة ونفس العدد أحمد حجازي وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف 13 مواجهة ومحمد صلاح 11 مواجهة الأمل كبير في محمد صلاح كبير بس مش لوحده الأمل كبير في مصطفى محمد ومرموش وكل اللعبين كل اللعبين وتريزيجي كل اللعبين بس فكرة شخصية القائد اللي عن محمد صلاح زي ما احنا نتحدث كثيرا عن كالوس كيروش بسفة المودي الفني اللي فريد ودوره الكبير في المهمتين المواجهة الزياجة ومواجهة العودة هنتحدث عن القائد محمد صلاح ويا بختنا عندنا محمد صلاح هو كابتن منتخب مصر تاريخ مواجهات مصر وسنغال لعبه 14 مواجهة مصر فازت في 7 السنغال فازت في 5 والتعادل كان في المباراتين أهداف مصر 12 وأهداف السنغال 8 يعني التفوق لمنتخب مصر طيب تعرفوا بصباء للرقم ده مهم جدا احصيات لعيب منتخب السنغال مع عنديتهم بعد العودة من أمم أفريقيا إدوار ديميندي شلسي شارك في 9 مباريات له أفضل حالس في العالم استقبل 3 أهداف شباك نظيفة 6 مرات فازت بكأس العام الأندية وخسر كأس كارباو قدام ليبربول شارك من بوناسار بوناسار لاعب نادي بايرن ميونيخ على فكرة ما عملش حاجة يعني بعد كأس الأمم الأفريقية هو مش لعب أساس ببايرن ميونيخ بالمناسبة ببوناسار يعني بافار هو اللي بيشارك بشكل أساس بافار طبعا المدافع على المنتخل الفرنسي هو اللي بيشارك بشكل أساس شارك في مباراتين فقط صنع أهداف ولا هدف ولا سجل ولا هدف كليدو كليبالي طبعا مدافع نادي نابولي العملاق لعب عليه كتير محمد صلاح في دورة أبطال أوروبا في أوروباليج وأيضا في كأس الأمم الأفريقية شارك في تمام المباريات صنع ما صنعش ولا هدف ولا سجل ولا هدف واستقبل فريقه أو 11 هدف عبدو ديالو لعب نادي بريس سان جرمان مدافع عملاق وقوة جدا السنائي مع كليبالي شارك في ثلاث مباريات ما صنعش ولا سجل ساليو سيس لعب نادي نانسي لوراء الفرنسي ليفت باك الباك شمال بتاع منتخب أسنغي شارك في خمس مباريات ولا هدف يسجل نابلس ميندي لعب نادي الاستر سيتي لعب وسط ملعب قوي جدا شارك في ثلاث مباريات ولا هدف يسجل قديسة جانجاي لعب بريس سان جرمان لعب الوسط أيضا قوي جدا وراع جدا شارك في ست مباريات ولا هدف يسجل شيخ قوياتي لعب نادي كريستان بلاس الإنجليزي شارك في سبع مباريات ولا هدف يسجل هدف لهم مصد ملعب قوي جدا اسماعيل أسهار لعب نادي واتفورد شارك في أربع مباريات صنع هدف ولا هدف ولا هدف يسجل فمارة ديدو لعب نادي ألانيا سبور شارك في ست مباريات وصنع هدف واحد وسجل هدفين طبعا ساديو ماني لعب ليفر بول شارك في عشر مباريات صنع هدف وسجل أربع هدف وحقق بطولة كأس كراباو مع ليفر بول ومع محمد صباح طبعا باب جاي لعب نادي مارسيليا شارك في سبع مباريات وصنع هدف واحد وسجل هدف واحد بولاديا لعب نادي بيا ريال أسباني شارك في ست مباريات لم يصنع وسجل هدف واحد بامبا ديانج لعب نادي مارسيليا شارك في ست مباريات ولم يصنع ولم يسجل غالباً هنشارك في مباراة مصر طيب تعالوا نروح لتقرير ولقاء مع الكابتن الكبير كابتن خير الغندور والكابتن الكبير كابتن أحمد عبدالله عن مباراة مصر والسنغال نشوف اللقاءين ونرجع نكمل كلامنا ان شاء الله يبقى خير يعني أنا شايف ان الماتش اللي فات اللي احنا لعبنا مش مقياس لان انت كنت لعب قبل الفينال 4 ماتشات كبيرة بإكسرا تايم شايف انه ان انت مرة دي عندك فرصة اللي بيرايحنا ان الماتش التاني يبقى عندنا بس خلاص قدر الله وان شاء الله فهنا هتلعب الماتش اللي هو ليناك نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نطلع بأحسن نتيجة في الماتش ده عشان تحطهم تحت ضغط وانت ما ترحش تلعب مضغوط هناك قوي فان شاء الله ربنا زاهل مع دخول الجماهير في الصدق قهيرة يمكن يبلغ تأثير كبير على اللعيبة بتاعتنا وان شاء الله نطلع بأحسن نتيجة الماتش ده يعني هو كان جايب المرة فاتت محمد عبد المانع وكان جايب مهند وكان مصر على مروان واللعيبة دي لما اللي شاركت في البطولة كانوا كويسين جدا فخلص هو اللي حصل حصل هو اختر لعبته وان شاء الله اي واحد فيه يبقى نجم وقدر على انه يتحمل المسئولية ونعمل نتيجة كويسة ان شاء الله يعني الكرة كلها دلوقتي علم فمسألة انت في البطولة كنت بتلعب ماتش وإكسرا تايم وتلعب بعدها بيومين ماتش التاني بإكسرا تايم وبتكسب فالمسألة بتاعت ان هي الإجهاد وكده سهلة ان شاء الله تتزبط عندك تعمل ريكاوري كويس للعيبة لعيبة بتبقى جاهزة الماتش احنا عندنا نسا ماتش يوم خمسة وعشرين يعني نهاردة عشرين خمس سيام ان شاء الله ان شاء الله تتبقى لعيبة جاهزة وحسن فورمالية بإذن الله في الماتش ده ان شاء الله نكسى بنا يعني أنا بقول له وكسبنا هنا يعني أنا بحس ان صادقة هنا مشكلة لفرق الأفريقية فان شاء الله يبقى نكسى بنا اتنين هناك بقى انت ونصيبك اللعيبة بقى لها كتير ما لعبتش وسط العدد ده بنراحة عليهم واحدة واحدة كل اللي مطلوب تشجيع تشجيع لان وتفر النتيجة اللي هتطلع ده شوت اول هيعاوض شوت تاني ما تجيش تدوس عليه في الشوت ده اوي وقف معاه لغاية ما تخلص التسعين ديها دول ونقف معاه لغاية ما الماتش يخلص والماتش التاني يخلص بس انا رأي اطلب من جمهوري انه هو تشجيع تسعين ديها بلاش بقى بلاش يدوسوا على العيب قوي لان احنا بقى الناتين قوي ما لعبناش بالعدد اللي هيخدش ده اولا بس اعيس سلم على كريم رمزي واقول له مليون مبروك على البرنامج الجميل بتاعه ومن نجاح لنجاح ان شاء الله ان شاء الله نكسب الماتش الاولاني 2-0 وماتش التاني هنتغلب 2-1 وهنسعد ان شاء الله بإذن الله اللعيبة اللي موجودة كويسين جدا واللي اختم اختيارهم فعلا مستواهم وفرمتهم الفترة الاخيرة كويسة جدا عمر جابر لعيب كويس جدا وعنده خبرات سابقة يعني وبيقدي كويس مع بيرامدز وكمان كل المجموعة اللي اتاخدت نبيل دونجا مثلا اول مرة يتاخد لعيب كويس جدا وكان موجود في المنتخب قبل كده ان شاء الله بإذن ياسر إبراهيم برد لعيب كويس ولعيب منتخبات من هو صغير ان شاء الله اللي موجود كله يكون على قدر المسئولية ويفرحونا كلنا ان شاء الله كمصريين بالتأهل كاس العالم ان شاء الله كان نفسك لعيبة في القايمة ونضم غير القايمة اللي أعلنها كروش؟ لا انا اي حاجة كابتن خالد بيقولها انا معاه يعني ما مقدرش اعتارت في الحاجات دي اعتارت في حاجات تانية والله ان شاء الله لا انا حاسس ان دوافع لعيبة هتكون اقوى من الاجهاد اللي هم متعرضين له دوافع لعيبة كل لعيب يحلم ان هو يروح كاس عالم كل لعيب يتمنى ان هو يكون موجود في كاس العالم خصوصا في دولة عربية ان شاء الله ما نفوتهاش وان شاء الله نكون قادرين للوصول بإذن الله كلنا في ظهر منتخب مصر وكلنا على قلب رجل واحد زملكوية واهلوية وكل الانتباعات كل الناس لازم تكون في ظهر المنتخب ساشا الميديا الشباب اللي بتشاير الحاجات علشان المنتخب لازم كل الحاجات تكون ايجابية وكلنا منتخب مصر لان مصر ام الدنيا وان شاء الله منتخبنا بإذن الله يكسب 2-0 يا اعلا بحباتكم مرة واخرى زي ما الجهاز الفني هيبقى مستعد زي ما الفريق كلاعبين هيبقى مستعد وزي ما الجمهور ان شاء الله يبقى مستعد لهذه المواجهة الكبيرة قدام المنتخب السنغالي استاد القاهرة كمان مستعد مستعد فقبها صورة ممكنة تعالوا نشوف ونرجع لكم من الكتاب هو مش مسألة أرضية ملعب كمان ده تجهزات واعتبر في استاد القاهرة كل وككل كل المداخل حضرتك وانت داخل بتشوفها بتتزين لو ماتش مصر وسنغال بالنسبة للدهنات بالنسبة للكراسة زي ما اتشاف كراسة كلها مخصولة ومتنظفة لغاية ما نزلت لغاية تحت حضرتك التراك تم فرش التراك زي ما اتشاف حضرتك عشان ادي منظر احسن كمان وبالنسبة للنجيل احنا عطينا مثلا العناصر بتاعتنا والحاجات المنشطات النمو بتاعت الزراعة عشان خطر يبقى بالشكل الكويس يعني اللي ظهر به في ماتش ان شاء الله الملعب الحمد لله ما فيش أسبوع كان فيه ماتش على الملعب والملعب زي ما اتشافه الحمد لله بيستقبل طبعا المبارات ما فيش مشاكل بالنسبة لنا خالص بالنسبة لأرضية الملعب والحاجة التانية انت لو لاحظت في فترة الشتة مشاكل للأرضية الملعب عندنا احنا فترة الشتة فيها صفرار اما احنا بالنسبة لنا احنا بنزرع الشتة ده هو عشان نتجنب المشكلة دي هاي فهو الملعب الوحيد الحمد لله اللي هو زي الفل يعني انت زي سيفه الحمد لله اهو وجاهز ان شاء الله لمبارات مصر والسنجا بالنسبة للتجهزات دي جهزات مش مش يومية يعني مش جديدة احنا الحاجات دي هاي يوميا بنعمل التجهزات والصيانة المستمرة اللي ده حاجة طبيعية فاحنا الحاجة دي هاي من سنة من الفين وتسعتاشر ساعتما الكاميرون اه ما استضافتش اللي هي كاس الأمم ومصر استضافتها فاحنا مساعدتها قلنا نعمل ايه بقى نغير ارضية الملعب بحيث تضاهي وتبقى زي الملعب الاوروبا وانجلترا والحاجات دي هاي الفايبر جراس الفايبر جراس ده هو مش حديث هو معمول من 1993 بس احنا ادخلناه في الاستاد هو الاستاد الوحيد يعتبر في مصر المعمول بنفس النظام احنا غيرنا طبعا الصرف والري لان لازم نكون نشيل البنية التحتية وكلها بتاعت الارضية الملعب شلنا عملنا صرف وعملنا ري وبعد كده هو حطينا اللي هي زراعنا البزراء الصيفي وبعد كده دككنا بماكنة جاية من الخارج اللي هو الفايبر جراس وهو عبارة اثنين مليون فتلة او الياف صناعية وبعد كده زراعنا البزراء الشتوي البزراء الشتوي دي اللي احنا بنزراحها كل سنة في شهر 11 او نص عشرة اما بالنسبة للصيفي دي احنا زراعناها مرة واحدة وخلاص يعني احنا ما بنزراحاش تاني فهي الصينة بتاعتنا بالنسبة لزراع بنقف في ملعب 25 اوام بالزبط نزراع البزراء الشتوي اللي هي في شهر نص عشرة ل25 اوام نكون خلصنا زراع الشتوي يا عنا بحراتكم مرة اخرى بالمناسبة احنا خلاص في مصر اعتدنا استضافة البطوليات الكبيرة كلمة بطولة العالم في مصر دي بتسمعها دلوقتي في كل الالعاب تقريبا كل الالعاب مصة تصديف بطولة العالم لللعب الفرنية مصة تصديف بطولة العالم لللعب الفرنية دي حاجة فخر وحاجة شرف وحاجة عظيمة جدا وورا كل ده بيبقى فيه مجهود عظيم جدا من الجميع عشان نقدر ننظم هذه البطولات بنجاح وكل الاتحادات في كل الالعاب على المستوى الاتحادات الدولية يعني في كل الالعاب يصرقوا في مصر دائما لاصضافة هذه البطولات الكبيرة تعال نروح نشوف المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخباس الحديث اللي بتستضيفها مصر في الوقت الحالي وبعدها نروح لفاصل ونستقبل يفنى الكبار الكابتن الكبير كابتن واي الأباني والكابتن الكبير كابتن أحمد عادل خليكم معنا في أربعين دولة موجودة هنا منافسة قوية جدا دايما السنة اللي بعد الدورة أولمبياء على طول بتبقى أهدى سنة ويمكن أضعف سنة فنيا عشان بس الناس برضو تبقى لايبة كتير بتريح كلنا كلنا المرة دي أبطال العالم أبطال أولمبيات أطحاب الميديات كلهم موجودين الحمد لله بيشاركوا معنا هنا في البطولة وعندنا خمس بنات من باكلهم وصلوا ليه السيمي فاينل وان شاء الله يعني حد منه كان يوصل بإذن الله للنهائيات للنهائيات لأفضل تمنتاشر للأسف بطلنا أحمد أسامة الجندي عنده إصابة في الكتف عنده خلع في الكتف الحقيقة ولابد من عمل عملية ومن رتب مع السيد وزير الشياب الرياضة تتعامل فين أفضل مكان غالباً حيكون في ألمانيا إنه يبدأ فعلاً يبدأ فوراً الحقيقة العملية ثم العلاجة طبيعي فترة المطلوبة يعني أنا بقول الحمد للان جات الإصابة في هذا التوقيت لأن السنة دي مش التأهيل للأولمبياد تأهيل الأولمبياد في الخمسة هيس يبدأ من السنة القادمة فإن شاء الله يرجع أقوى من مكان كمان وبقيد بقى منتخبنا إن شاء الله يحمل بقى الراية ويشرفنا إن شاء الله ويوصل بنصد تطويق أنا أقدر أكد لك إن أي مصرح يوصل للنهائيات حيبقى بنفس على المذيليات فإن شاء الله أي مصرح يوصل للتأهيل النهائي للدورة الأولمبياد في 24 إن شاء الله حيكون من المنافسين الأقوياء إحنا عندنا منافسة داخلية قوية جداً في المنتخب يعني عندنا أحمد الجندي وأحمد أشف إسلام حامد مهند طارق عندنا الصاعد معتز وائل تحت 18 سنة دلوقتي يمكن التاني على الرنك المصري خلاص ونتمنى للتوفيق في اللي جاي فلا اللعبة عندنا بتتغير شوية بعد التجارات اللي عملوها والشباب حيبيرهم دور قوي جداً في فترة اللي جاية إحنا طبعاً كنا حاتين أملنا أن بناتنا النهاردة الأربعة الأساسين يتأهلوا للفاينل هما فعلاً نتأهلوا حيدي عادل سلم عيمن أميرة أنديل ملك خالد وكانت مفاجأة كمان تأهيل زينة زينة عامر من الناشئين لأول مرة تتأهل لسيمي فاينل كاس عالم للكبار فلا الدنيا مبشرة جداً وزي ما قلت أنا النهاردة في المؤتمر الصحفي ما عندناش حاجة اسمها الجيل دهب للخماس كل جيل أبهرنا عمل أفضل من الجيل القبلي وهو ده الصح فأنا أتوقع أن الجيل القادم إن شاء الله أفضل كمان من الجيل بتاعتك عشرين عشرين البطولة مهمة جداً لأنه تم استضافتها في مصر يعني في السنين الأخيرة مثل ما تفضل والزملاء ومثل ما تفضل ساعات الوزير استضافة مصر مجموعة من البطولات هذه مسألة مهمة جداً يعني ونحن فخورين طبعاً أنه عم نلعب دور متواضع في استضافة هذه البطولة في الخماس الحديث في الجامعة الأمريكية في القاهرة إسهاماً مننا في رعاية الرياضة في مصر إجا فريق يعني الاتحاد المصري للخماس الحديث طلب مننا أنه نستضيف لجنة دولية للخماس الحديث لمعاينة الملاعب يعني كنا طبعاً ما تفاجأنا في الله يعني طبعاً كنا سعداء في إعطائنا هذه الفرصة ولما عاين والملاعب قرروا أنه هناك ملعبين فقط في محيط القاهرة جاهزين لاستضافة البطولة بمستلزمات المعايير الحديثة لما طلبوا مننا طبعاً نحن كنا فخورين مباشرة يعني كنا سعداء فخورين وواجب لألنا طبعاً أن نقوم بدورنا في الترويج يعني وأظهار الإمكانيات والقدرات الموجودة في مصر في هذا البلد عظيم والحضارة كمان يعني المسائل هدون من الرياضة والحضارة مرتبطين ببعض يعني على بحراتكم مرة أخرى كلام عن منتخب مصر ومواجهة المنتخب السنغالي أكيد حديث مستمر إن شاء الله ساعات يعني خلاص بقيت ساعات 24 ساعة وبإذن الله تبقى مباراة كبيرة لمنتخبنا الوطني شرفني وينوارني في هذه الفقرة الحديث عن هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغات الكباتن الكبار كابتن وايل أباني كابتن أحمد عادل كابتن وايل مشرف ومدور كالعادل حبيب يا كريم أخبرك كل كويس يا حبيبي أنا بسعد جدا حبيبي كابتن أحمد بطشرف دايما بوجودك معي حبيبي يا كيمو من الحلقة اللي بستمتع بيها جدا وكيد النهاردة مع كابتن وايل حبيبي يا كابتن وايل طيب كابتن وايل خلاص مفيش مراجعة ليلة الامتحام وخلاص آخر آخر حاجة في المراجعة النهاردة نعمل إيه بإذن الله قدام المنتخب السناء نتعامل إزاي مع هزي المواجهة المواجهة بنوية نظرك بشكل عام هتمشي إزاي بصة كريم دمرة واحد لازم عندنا ثقة في نفسينا لأن إحنا عندنا مشكلة دلوقتي اللاعبة والجمهور والناس كلها تحس إن ما فيش ثقة فده بيدي قلق كبير جدا وده بيخليك أنت متحفز حتى في الجيم داخل الملعب بيخليك حتى بتبقى تلعب بطريقة دفاعية متحفز بشكل كبير اللعب ما عنده ثقة في نفسها إن هي تروح تهاجم ما عندهش ثقة في نفسها إن هي يعني بتلعب منتخب كبير جدا فيه نسبة لعيبة محترفين كتير جدا لكن برضه لازم تعرف إن إحنا منتخب مصر صح إحنا برضه لازم نرجع إلى هواية بتاعتنا بتاعت زمان إن إحنا عندنا شخصية وعندنا منتخب قوى وعندنا لعيبة كويسة فلازم نتعامل بهذا الإسلوب إحنا مشكلتنا إن إحنا ما بنتعاملش بهذا الإسلوب فهي دي المشكلة خد بالك عدم الثقة عندنا بتدي توطر وبتدي أداء غير جايد لكن إنت نسبة الثقة دي اللي هي بتبقى عندك بتزودك لو إنت 40 بتخليك 70-80 صح ودي معروفة في الكورة حتى الموديل الفني أو الجهاز لما يدي العيبة ثقة هو لو غلط حتى بيقلقش فبيشتغل تاني على نفسه مظبوط لكن إحنا شفنا حتى في بطولة أمم أفريقيا تحس إن إحنا متحفزين جدا رغم وصلنا للنهائي لكن أداء منتخب مصر ما كانش هو الأداء اللي يرضي الجمهور وما كانش هو الأداء اللي قولي من إنت تاخد البطولة دي وكت تحس إن إنت بعد كل المباراة بتكسبها مش مصدق وخد بالك إحنا ما كسبناش المطشات داخل الملعب يعني إحنا كل مطش مثلا بنكسبه لأن لازم نوصل لإكسراطايم وبعدين نوصل لضربات جزاء وتمشي معك يعني الحمد لله توفيق أيوة الحمد لله ما هو توفيق بس خد بالك ما مش هتمشي معك على طول يعني جات في النهائي ما مش هتش معك يعني إحنا ما استفدناش برضو كتير قوي بس إلا أعرف قبل ما نروح للكمتين أحمد لو تفتكي المباراة مصر والسنغال في فاينال أفراقيا لا هو اسبك من قوة المنتخب السنغالي على الورق وإن هو فعلا المنتخب قوي جدا بس إنت كنت ند على أقل إنك قادر تجريل حد الوقت الإضافي وإنت بدنايا كنت مستهلك تماما تلات أربع مباراة بوقت إضافي عندك غيابات بالجملة في خط الدفاع تحديدا ورغم كده قدرت توصل معه للمرحلة الأخيرة في المباراة وإيه هي الغيابات بالجملة اللي في خط الدفاع أولها لك أكرام توفيق أحمد حجازي الونش غاد في هذه البطولة ورجع تاني فتوح غاد في هذه البطولة ورجع تاني أيمن أشرف غاد في هذه البطولة ورجع تاني فماتش السنغال من اللي كان عمر كمال عبد الواحد غاب لعب إمام عشور لعب وكان كويس أنا أرصد إنه إنت برضو تعاملت مع غيابات كثيرة في هذه البطولة غيابات الطررية صعبة جدا أنت النهاردة واخد منتخب مصر يعني أحسن لعيبة في مصر طبعا أنت مش نادي يعني أحمد حتى تتفق معي أنت النهاردة نادي ما بيبقاش عندك خيارات كتير صحيح لكن لما تكلمني على منتخب مصر واخد 22 واحد أو 23 واحد أو 25 واحد فنفرست كل ده وخدت منه أفضل 25 لعيب لأن أنت عندك كان عندك الاختيارات الكتير جدا غير النادي النادي أنت مضطر لأن أنت عندك نادي بيبقى عندك مصر 14 واحد أو نمرة واحد بس إحنا بالعدد ده صح بس إحنا بالعدد الحركة قلت عليه دوت إحنا وصلنا للنهائي وهو قدر فعلا لما بنتكلم على الغيابات قدر يعوض الغيابات ده يعني أنت حتى ما حسيتش أنه ما معشور أثر لما عمر كبال غيب ما حسيتش أن عمر كبال أو أكرم توفيق أثر لما عمر كبال لعب مكانه ما حدش أثر لكن أنا بتكلم السيستم هو هو صح يعني الأساسي زي الاحتياطي زي الناس اللي برا السيستم هو هو لكن ما حسيتش أنه إحنا عندنا الشخصية أنه إحنا نفرض شخصيتنا أنه إحنا عايزين نكسب صح وهذه المشكلة إحنا كل مباراة بنيلعبها عايزين نوصل لإكسرة طيب عشان نوصل لضربات جزائية آناء يعني الشخصية بتاعت منتخب مصر دي لا اتغيرك كتير جدا ما نفعش وتعالى نسمنا من كاس الأمر الأفراج خلاص إحنا فضللنا كل ساعة وعندنا مواجهة صعبة جدا ومواجهة كبيرة جدا صعبة عليهم وصعبة علينا بكل تأكيد كابتن أحمد عادت نتعامل إزاي مع هزي المواجهة مواجهة أكيد مواجهة كبيرة وإحنا الحمد لله لو حتى كان عندنا نقصان ثقة زي ما الكابتن واي الأيل فنقصان الثقة ده رجع علينا تاني في كاس الأمم الأفريقية إحنا وصلنا فهي نحملنا فريق وصل لنهاية كاس الأمم الأفريقية حتى لو كنا ندخلين بطولة دي وقتها وحنا حسنين نحمل حاجة دلوقتي وصلنا لنهاية كاس الأمم الأفريقية والآن موجودين في المرحلة النهائية من تصفات كاس العالم وكل دي حاجات المفروضة إنها طبعا من ديانة الثقة أكيد طبعا كريم وزي ما قال كابتن واي يمكن باخد من كلام كابتن واي إحنا ببص على الحاجة الإجابية بص على الحاجة الإجابية أنت الراجل نفس السيستم اللعب هو هو ما بيتغيرش حتى لو غيرت سير دي باك حتى غيرت باك رايت نفس السيستم هو أدقى ده رجع للمدير الفني وطريقة اللعبة اللي بيلعب بيها أيا ما كان طريقة دفاعية أو طريقة مثلا منظمة مفيش حلول في الناحية الهجومية دي ممكن نقدر نطورها في المباراة اللي جاية ممكن راجل يشتغل على كده لكن الفترات بتبقى صيرة جدا لكن الحاجة الإجابية أنت بتتكلم في حوالي 6 أو 7 لعيبة أو 8 لعيبة أومر يلعبوا منتخب مصر لكن الحاجة الإجابية اللي خدوها من كاس الأمم أنهما بعندهم السكة عندهم السكة أنه يلعب منتخب مصر بعندهم السكة أنه يلعب أصد 5-6 فرق في أفريقيا كوتوفور المغرب كاميرون السنغال فاللعيبة خدت السكة وعندها السكة لكن مهم جدا أنه يرجع شخصية منتخب مصر وفي المباراة اللي جاية بالزيد المباراة اللي ما تقبلش الإسم على اثنين لكن الراجل أكيد تعرف نقطة القوة والضعف في فريق السنغال لكن إحنا زي ما نقول فيه نقطة قوة عند فريق السنغال لأن المنتخب مصرح عندنا نقطة قوة وعندنا مفاتيح اللعب لكن مهم جدا على طريقة لعب الراجل أنه يشغل مفاتيح اللعب دي ودي اللي نتمنى أنه نشوفه في المباراة اللي جاية طيب نتعاملي زي بقى مع المباراة فإنه أنا وتكتكينا يا كابتن وايد طريقة اللعب الخطة التشكين نستخدم أوراق الناس زي عشان نقول أنه باخد المنتخب السنغال إن شاء الله ونسجل فيه أنا عايز أقول لك على حاجة احنا ممكن نستغل ثقة برضو منتخب السنغال لأن خد بالك كلهم محترفين وكلهم برضو عندهم ثقة عالية فممكن الثقة دي تديهم نسبة غرور شوية أنه هو جاي كسبان أمم أفريقيا جاي لا هو نسبة اللعبة اللي عنده المحترفين كتير جدا اللعبة اللي عنده لعبة جمدة جدا فهو ممكن خد بالك تحس أنه هو مش هقول نسبة استهتار لكن خد بالك الثقة دي بتخليه إنه هو بيحضر من تحت مش فارق مع أي حاجة أنت لو لعبت على الأخطاء بتاعته وممكن تشتغل على الحتة دي وده حصل قبل كده مع منتخب الكاميران زمان لو تفتكر في كلة أمم أفريقيا اللي خدناها مع كابتن حسن شحاتة استغلنا الحتة دي واستغلنا ثقة اللعبة الأفارقة لأنه هم يتعودوا خلاص إنه هم يحضروا من تحت ومش ألقانين وبيحضروا حتى ممكن جوة 18 أو في التلت الأخير اللي هو الثلاثين يارضا دي فممكن إحنا نستغل للحاجات دي لأنه خد بالك إحنا اللعيبة المصرية أسكى شوية من الأفارقة في ناحية الكورة شوية يعني هو إيه بلغة الكورة بيعرف يتعامل كويس مع اللعيب الأفريقي لأنه اللعيب الأفريقي تحس إنه هو لسيستم هو عارف الكورة ديها تطلع وتطلع الكورة ديها تطباص وتطباص هو ممكن بزكاؤه إنه هو باللغة يشتغل اللعيبة دي شوية إنه هو يقطع ويخليهم يبقى فيه أخطاء في التلت الدفاعي فممكن هو برضو يشتغل على الحتة دي فإن إيهان بقى يعني هو برضو مستر كيروش بيلعب بتاريط 4-3-3 وهو ما بيغيرهاش إيه إحنا عندنا حتة البلوك الدفاعي ده بيعمله كويس قوي ما فيش مشكلة منه لكن هي القصة كلها أنت بعد ما بتقطع الكورة بتعمل إيه هل أنت متمر أن أنت تطلع على حد وتطلع على محمد صلاح أو تطلع على أمر مرموش لو هيلعب أو تريزي جيه الناس دي أو على مصطفى محمد فأنت بتتكلم هنا المشكلة اللي حصلت في أمم أفريقيا أن أنت بتقطع الكورة لكن مش عارف بتعمل بها إيه يعني إحنا عندنا مشكلة حتى في التحضير إحنا المنتخب الوحيد اللي تحس أنه هو ما بيحضرش من تحت لأنه هو ما بنقلش 3-4 نقلات فدي مشكلة طب إنت لو ما بتنقلش 3-4 نقلات فأنت لما بتجي تعمل بلوك الدفاع طب لما تقطع الكورة هتلعب على مين؟ على محمد صلاح؟ ولا هتلعب على مرموش؟ ولا هتلعب على مصطفى؟ طب إنت لما تجي تلعب على محمد صلاح أو مرموش محمد صلاح مش من نوعية اللي ينزل قوي تحت يبقى بيدافع في التلاتين يارضة لأن أنت طالب منه أنه هو يروح مساحة كبيرة جدا فبتاخد منه مجوك كبير جدا فالنهار ده عشان تشتغل بالأسلوب ده لازم على أقل محمد صلاح يبقى كبير وخط نص الملعب عشان لما تقطع تقدر تلعب عليه في المساحات لأنك أنت مشتين 3-4 نقلات هي واحدة والتانية وبعدين تحط لمحمد صلاح في المساحة مصطفى محمد هو اللي ممكن ينزل شوية على كوس نص الملعب في نص ملعبنا على أساس هو يبقى قافل برضو الحتة بتاعت نص الملعب شوية وتسيب محمد صلاح أو عمر مرموش عشان تعرف تشتغل عليهم ولما تيجي تقطع بكرة ما ينفعش الناس اللي في نص الملعب انت بتلعب بتلاتة في نص الملعب ما ينفعش التلاتة يبقوا وقافين في مساحة واحدة لأنك هتخنق المساحة دي فالمساحة لما بتبقى صغيرة فرقة السنغال تقدر تستخلص الكرة بسرعة لكن لما الناس دي يعني الناس تطلع يعني واحد من التلاتة يطلع أو اتنين أو الناس تقرب من بعضها عشان نطلع في الجزء التاني أعطاكت هنشاكل خطورة كبيرة جدا على فريق السنغال لأنه ممكن يبقى فيه مساحات خلف دفاعات منتخب السنغال لأنه هو خد بالك برضو هيحتاج أنه هو يهاجم بعدد كويس لأنه إنت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاع فهو محتاج عدد كويس يهاجم به فممكن تستغل الناحية الدفاعية والأخطاء اللي هو بيشتغل عليها في نص الملعب وتقطع تستغل المساحات اللي هي في خط الده طيب كابتن أحمد دايما الكلام على سلاث الوسط يعني دايما محوى الأداء منتخبنا هو سلاث الوسط مين سلاث الوسط هم حمد فاتح إنه سلية ولا تشيل واحد منهم وتحط لعب مثلا بإمكانيات زيزو أو تريزيجي لو هتلعبه في نص الملعب يعني ولا أفشة تلعب إزاي تلعب في نص الملعب في مبارات الكهورية تحديدا يبقى واجباتهم وأدوارهم وأسمعهم إيه كمان فعلا يا كريم السؤال مهم جدا وأكيد ده اللي هيغير لك محور اللعب ده اللي هيغير لك محور اللعب ده اللي هيخليك تلعب تطلع بالكورة عشان كده أنا بتمنى لو هتلعب هو بلعب بستة وتمانية أنا على طول قدامهم السلية والنيني وتحتهم حمد فاتح عشان كده أنا بتمنى أن زيزو يلعب يبدأ وأنا بشوف أن المهام بتاعت النيني أو حمد فاتح هي مهام واحدة يعني لو هتلعب بستة يا النيني يا حمد فاتحي كده كده الثلية هيلعب تمانية وتمنى ان زيزو يلعب لان زيزو هو الوحيد اللي بياخدك من بوكس تبوكس هو اللي بيطلع بيك بالهجمة من تحت وبيطلع بيك صح وبيقدر يسبب خطورة بيعمل زيادة عددية على فريق السنغال عشان كده هنعمل بتمنى ان لو هيبدأ مثلا بالتسرسي نص في الملعب يحمدي ينني ويلعب بالثلية ويلعب بزيزو لكن اتوقع ان الرجل هيلعب غير كده هيلعب بحمدي والثلية والنني دي الطريقة الوحيدة اللي لو انت ممكن تطلع بكورة دي الصعوبة اللي احنا كنا بنواجه طريقة الخروف بالكورة من انت أم بتطع الكورة لازم تنقل تطلع على نص الملعب الا بعض الفترات انا شايف ان رجل تضم افشا و افشا ممكن بعض الوقت ممكن يلعب تمانية يعني ممكن يلعب تمانية ولاعب في الاهلي برضو في وقت ملايوقات لكن افشا ممكن يبقى تغيرة مع ان صلاح مش كل ما هنقطع الكورة هنلعب على صلاح لان زي ما شوفنا في ميبرات السنغال الأخيرة ضد فريق سنغان صلاح أول ما بينسكور هتلاقي 3-4 ضغطين على صلاح لازم يكون في حلول هجومية من ناحية الثانية لازم يحل زيزوي بحل هجومي لازم يفتح مفتاح لعبه مهم عمر كمال يبقى مفتاح لعبه مهم هتلاقي كل التركيز واخد صلاح واخد 3-4 لعيبة معه كل تركيزهم مع صلاح احنا ممكن في الوقت ملاقات نشتغل على المرموش نشتغل على تريزيجيلة ونزل تغييرها برضو مهمة اكيد احنا عندنا مفتاح لعبه يمكن زي ما قلت لحضرك لازم نشغلها كويس وهم اكيد فريس دارسنا كويس ودارس أكوى خطورة عندنا يا محمد صلاح لازم نشغل مفتاح لعبه تانية تقدر تفرق معنا في المبرو مع فكرة زيزو دي بأرضك أبتمائد ولا مع السلايس التقديدي حمد فتح عمر السلاية ونني دا مع فكرة زيزو لانهو النهاردة هو بيلعب بتلاتة تحس ان هم التلاتة شبه بعض قوي يعني لما تيجي تتكلم على حمد فتحي والنني والسلاية التلاتة شبه بعض فالتلاتة مدافعين يعني يعني صرف يعني هم التلاتة دفندرات فانت النهاردة لما تحط واحد يعرف يدافع ويعرف يهاجم زيزو او امام عشور خد بالك يعني لازم يبقى فيه اختلاف في التلاتة دي ورقة مهمة كمان لانه خد بالك لما تيجي تلعب تلاتة دفندرات مع بعض فانت كده بتقول ايه لا ده انا بدافع في نص الملعب عشان اقفل مساحات لكن المشكلة مش في كده المشكلة ان انت لما تيجي تستلم الكرة وتطلع لازم بقى فيه عندك لعيب الكرة وعندك حلول وعندك سرعات تقدر تطلع بيها وده اللي انا كنت بتكلم عليه فده اللي يقدر يشتغل بيه زيزو وممكن امام عشور ما يبقاش التلاتة شبه بعض فانا اتمنى ويقافش برضه زي ما قال احمد كده ممكن يبقى تغييره على حسب راية المباراة تريزيجي ده انا بتكلم ان هو يلعب اساسي يعني ما يبقاش احتياتي اذوقتي عندك تريزيجي متعلق في الفترة الاخيرة عمال مرموش متعلق في الفترة الاخيرة مينفعش يستغل لهم الاتنين في الملعب لا الاتنين ماينفعش في الملعب لان هما الاتنين بيلعبوا في حتة واحدة ماينفعش حد يلعب في التلاتة لو واحد فيهم يلعب في التلاتة مش هيعرف يلعب لان التلاتة الاتنين عايزين مساحات هو لو لو لا اشتغل فالفي الملعب مش يشتغل عكس زيزو وعكس إمام لأ زيزو يعرف الشتغل فالفي الملعب يعرف اشتغل مع الثلاثة إمام يعرف يشتغل مع الثلاثة لكن تريزيجي وعمرngوش لا مش اشتغل مع الثلاثة دوه ده وجهت نظري بعد تريزيجي كبتن وقيل فعلا لما لعب ثمانية ما أداش المردود زي ما هو بالعب اللقcej في مباراة المنتخب الناجيرة بس مباراة المنتخب الناجيرة أنا بسombかな أصلاً جاهز. لكن لو لقى 8 أو جناح ما كنتش هي بقى جاهز. بقى جاهز أكتر مع نهاية البطولة. بقى جاهز أكتر في الفترة الأخيرة متقلق جداً في الدورة التركية. ولو تفتكي التريزيجي بداياته مع النادي الأهلي كانت نص الملعب في مركز رقم 8. آه طبعاً بعد كده ملعب عشو خالص في أوروبا. بس هو يعرف يلعب في نص الملعب. بس يا كريم. التريزيجي على طول بيكمل كفروة تاني. على طول من الناحية العكسية. على طول بيتلاقي في الثمانتاشرة لعب الستة. وجاب منها هدف. يعني جاب منها هدف. لما صلاح عادة وعملها بالعرض. التريزيجي يكمل كفروة تاني. في حالة نزول مصطفى محمد على نص الملعب. دي مهم بيطلبها منه مستر كيروش. إن هو ينزل على نص الملعب. يعمل زيادة على دية في نص الملعب. طريقة اللعبة دي هو بيعتمد على طرفين الملعب. يبقى فيه سرعات. لكن أكيد تريزيجي اللعب مهم ومفتاح لعب ومهم المنتخب. لكن اللي أنا كنت بتمنى برضو. إن أنا مصطفى محمد ومروان حمدي. بتحسن اتنين هم نفس اللي ستايل. نفس اللعبة. عشان كده كنت بتمنى إن شريفي بقى موجود. يعني إنت في فترة من الفترات. إنت هتحتاج إن إنت تلعب بحد ما بين السرد باكين. يعني ما بين السرد باكين. اتنين أقوية. عارب دياله وكل بالي. أقوية جدا. بس أقوية جدا. بس في البينيات عندهم صعوبة. الشريف عنده يعرف يلعب في المساحات واللعب. بس هو أعتقد كالوس كيروش بيدور على اللعب القوي. أكتر منه لعب سريع. لعب هداف. لعب قوي. يهد في الدفاع. وكيه كده واضح إنه كمان بيعتمدش على المهاجم اللي كانت تسعى عشان الأهداف عد أدى أدوار في الملعب ويسيبين الكلام للجناحات صلاح ومرمش. كده مصطفى محمد وانتقد في البطولة اللي فات في كاس المهم اللي فات. بس محمد شريف عنده ميزة. إنه خفيف الحركة. وسريع زمال أحمد عادل. خد بالك. وده أنت محتاج. ولأن إحنا لما جينا نتكلم قلنا أن إنت لما بتيجي تشتغل من أحد دفاعية بتسعى لعيبة فأنت محتاج برضو واحد سريع عشان ينقل لك الهجمة. فده مطالب برضو خد بالك. فمفروض محمد شريف مختلف عن مصطفى ومختلف عن مروان. بس خلاص بلغة مروان ومستفى مروان. أماشي خلاص. إحنا بنتكلم. إحنا بنتكلم. هو عايز إيه؟ أعتقد إن هو عايز إن مصطفى محمد يبقى محطة. تمام؟ أو مروان يبقى محطة. وزي ما قلت لك إن هو محتاج إن مصطفى محمد إن هو في الناحية الدفاعية لازم ينزل يضم النص المرعب عشان يقفل نص المرعب ويسيب حتة الأطراف دي هو اللي نشتغل عليها اللي هو محمد صلاح أو ترزجي أو عمر مرموشي أيا كان اللي هيلعب. فده توقعاتي إن هو بيشتغل كده. فهو عايز واحد برضو يدفع يكون قوي. يشتغل في الحتة دفعية ومش مطالب منه إن هو يهاجم بشكل كبير لإن هو ممكن يبقى محطة بس أو يلعب في الثمنتاشر بدماغه. فمصطفى محمد في الحتة دي كويس يعني بتعامل معه بشكل كويس جدا. فهو ده أكيد اللي بيطلب منه. لأن مصطفى مش سريع مروان مش سريع فهو بينزل عشان ياخد حتى الاتنين المساكين معاه أو واحد مساك معاه عشان يفضل مساحات اللي في خط الضهر عشان يشتغل عليه محمد صلاح. بس زي ما قال أحمد برضو إحنا مش كل كرة هنقطعها هنلعبها طولية لمحمد صلاح أو نلعبها لعمر مرموش كده. خد بالك بيستهلك بدري. يعني اللعيبة عندنا محمد صلاح أو عمر مرموش أو تريسجي هيستهلك بدري جدا لأن انت في ساعات كمان بتنزلهم كتير قوي. بتنزلهم في التلاتين يارضا. فانت دي بتبقى مشكلة. خد بالك البلوك الدفاع ده لو عملته بسابع لعيبة أو تمانية لعيبة وسبت الاتنين دول. انت ممكن تشتغل كويس قوي. لأنه كده كده هيعمل حساب محمد صلاح. لأن محمد صلاح يعني امتوا كبيرة جدا. فانت برضه هل تخيل أن محمد صلاح يبقى بلغة الكرة معلق في الحتة اللي قدام وهيتساف فضي؟ استحالة. فانت برضه بتقلل عدد المهاجمين اللي عليك وبتقلل الضغط اللي عليك. لما توقف محمد صلاح انت بتقلل الضغط اللي عليك لأنه هيقف معه واحد وهيغطيه واحد عشان السرعات. وواحد كمان من ناحية العكسية مغطي فانت بتتكلم في تلاتة ووقفه مع واحد كمان ديفندر لازم يوقف عشان يؤمن. فانت بتقلل العدد لكن انت لو نزلت محمد صلاح ونزلت عمر مرموش او تريزي جيه تمام فانت بتخلي العدد بتاع منتخب السنغال او المهاجمين يزيد عليك بكسافة فبيعمل قلق او خطورة. فاعتقد ان هو زي ما قلتلك بيتعامل مع مصطفى محمد على هذا الاساس ان هو ينزل في نص الملعب شوية مع تلاتة بتوع نص الملعب. باكات بقى باكرايت والباكليفت عادة يعني في اي طريقة لعب اربعة ثلاثة ثلاثة في العالم الباكرايت والباكليفت بيبقى عندهم ادوار هجومية محترمة يعني عشان انت عندك ثلاثة في نص الملعب فممكن يعملوك بشكل كويس. الادوار المفهود يعملها عمر كمال واحمد فتوح ان شاء الله في هذه المواجهة لو بدأوا هما الاثنين فتوح اكيد غالبا هيبدأ عمر كمال غالبا برضو هيبدأ يتعاملوا ازاي هجومية مع هذه المواجهة. هل هيبقى اليوم ادوار هجومية ولا بسبب قوة اجنيحة السنغال هيبقوا سابتين في الدفاع. لا هو انت عشان عندك صلاح قدام عمر فهو موقفوا شوي. يعني عشان عندك صلاح بيلعب قدام عمر ومعلق على طرف الطرف من برة. فاكيد ده موقف خطورة عمر مع ان عمر لو صلاح دخل دخل جوه عمر عنده من الكوات البدنية عنده دفاعين وهجومين بيقدر يقدر يقدرها كويس. مع كده كده ان فتوح يعني خلاص اكتسب خبراته بقى بيقدر كويس في المكان دوت هجوميا او دفاعين بقى عنده ثقة في نفسه بقى شخصية لعب كبير. ففتوح شغال كويس لكن لموقف خطورة عمر شوية انه يتقدم ان صلاح قدامه. طبعا واللي انا اتمنى ان صلاح لان ده بياخد منه كتير حتة ان الضغط كله على صلاح حتى برى الملعب. برى الملعب حتة المسئولية الزيادة ان هو شيء الهم المنتخب شيء الهم دي بتاخد من اداء الفني. مع النقطة اللي اتكلم فيها كابتن واقل ان انت لما بترجع صلاح وبترجع مرموش. فانت كده بتضغط على منتخب مصر وفي حالة ان انت متقاطع كبيرا ما بتلاقيش حد ان انت تطلع عليه او ان انت تلعب نحيته زي صلاح. لكن لو صلاح علق ناحية اليمين اكيد فيه اتنين لعيبة او تلات لعيبة هيقدروا هيوقفوا معي. لكن تشتغل من ناحية تانية عن طريق عمر مرموش وعن طريق فتوح. معه اللي انا كنت بتمنى ان هو يزيزو يبقى موجود هنقدر نشتغل من ناحية العكسية لكن فتوح هو ممكن ياخد الحرية الهجومية شوية بعكسه عمر لازم اقولك ان صلاح بيلعب قديمه. تمام. الاتنين ستر باكس بقى الاتنين مدافعين. يا تمانية يزيد من ناحية اليمين مثلا حمد فتحي مثلا وعمر يبقى وراه يا اما يسيب عمر يشتغل وحمد فتحي هو اللي يغطي الحتة دي ووراه انني وبيضم عمر السلية. طالما بتلعب بتلعب بتلاتة ديفندرات لكن انت النهاردة معقول هتلعب بتلاتة ديفندرات وهتوقف فتوح وهتوقف عمر كمال ومش معقولة ما انت برضو لازم تديني حلول هجومية عشان اعرف اشتغل عليها. انا مش هاجم بتلاتة بس انا مش هاجم بمحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش او تريزي جيه فانت النهاردة لازم تكمل ناس تكمل معا هل انت مد حرية للباكين انه هما يشتغلوا ولا مد حرية للاتنين اللي هما تمانية يزيدوا مع الناس ما لازم لازم الناس دي تزيد مين فيهم هيزيد فدي برضو على حسب ما هو بيشتغل. اه صحيح. طيب بس انا كمان على الوينش ومحمد عبد المنعم في هزي الموقع الاتنين سنتر باكس. ادوارهم شايف ان هما يشتغلوا ازاي. عادة شفنا عبد المنعم والوينش في الكاسي لهم الافريكي كانوا عاملين اداء رائع جدا. يمكن شوية قل المستوى مع الاهل يوي الزمالك بس انا اشعر انه منظومة كالوس كدوش الدفاعية كيف بتساعدهم. فكرة انه لعبت الوسط قريبين منهم الباكات سابتين فدائما كان مواقفهم الدفاعية ما فيهاش مواجهات تفردية كتير يعني. طبعا طريقة اللعبة بتساعدهم لان انت النهاردة لما بتدفع بتسع لعيبة فانت مدائي مساحات فهم مفيش مساحات مفتوحة او المساحة الملعب مش مفتوحة عشان يظهروا يظهر اخطاء كتير. لما بتيجي تعمل بلوك دفاعي فهو بالنسبة له حاجة كويسة جدا بتسهل عليه المأمورية بتسهل عليه الرقابة بتسهل عليه ان هو تخنق الناس المهاجمين فمفيش مساحات في خط الدار عشان منتخب السنغالي يزيد فده بيساعدهم بشكل كبير وده حصل قبل كده في أمم أفريقيا لما كنا بنتكلم على علي جبر مع كوبر وحجازي لما كانوا خانقين مساحات وكانوا بلعبوا بطريقة دفاعية بشكل كبير ما كانش بيوصلهم غير الكرات العالية وهم كانوا مميازين في الحتة دي. طب فانت برضو لو اشتغلت على الحتة دي ان الكرة تبقى موصلة بصعوبة جدا فهم يقدروا يرقبوا بشكل كويس. واحد لازم الاتنين دول يبقى ليهم مهام واحد ماسك بشكل كويس قوي ملتزم والتاني مغطي اللي ناحيته الكرة. يعني انا مسلا لو ناحية اليمين والوينش ناحية اليمين يبقى ماسك بشكل كويس والتاني مرحل مغطي الحتة دي وبعدين الباك العكسي نفس القصة بيقف المساحة. لو ناحية الشمال مثلا يبقى عم منعم ماسك يعني حتة المسك دي مهمة جدا من بدر لان احنا عندنا مشكلة في حتة الاتنين المساكين بيعمل ايه. ممكن فروض يقف في وسط الاتنين. لا ده ماسك ولا ده ماسك. فالاتنين بيعتمنوا على بعض لما الكرة بتوصل للفروض. فبيبقى مشكلة كبيرة لان لو استلم ولف دي بيبقى مشكلة كبيرة. لكن لما تمسك ويبقى في رقابة من البداية اعطاك الده بيسهل عليهم بشكل كبير. عظيم جدا. لسا مكملين مع حضركم هذا الحوار ممت جدا مع الكابتن والي القباني والكابتن احمد عدل بعد هذا الفاصل. نواصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مرة اخرى. معي دلوقتي عبر زوم من الولايات المتحدة الامريكية الكابتن الكبير كابتن زاكي عبد الفتاح. مداري بحراس مرمى منتخبنا الوطني الاصبك يا كابتن زاكي. اخبار حضرتك ايه مشرف ومنور. ده نورك الله اشعليك يا كريم وحيشن والله. انا سعيب التمرين عندي في الاكاديمية. دلوقتي والله عشان بس اجي معك. يا حبيبي. يا حبيبي شرفني. وتحيات الكابتن الكبار كابتن وايل قباني والكابتن احمد عادل ليك. كابتن وايل ازاك ابو تميت. حبيب كابتن مصر. كابتن زاكي احنا خلاص دي المراجعة النهائية. نعمل ايه انت لعبتك بكده المرحلة النهائية الصعبة دي. وربنا موفقناش تنصح بايه لعبتنا وتنصح بايه الجهاز الفني المنتخب مصر. بص ازا ما شوف لك انا نصيحة قبل الاجهاز اللعيبة للالام والجمهور وكل خلاص. احنا دلوقتي احسن تلاتة وعشر لعيب التغيب خلاص. اتفاك لما كنت معك كريم قبل البطولة العربية وبطولة افريقيا. وقالت لك ان احنا لازم نقف ونتعاون مع الراجل ولازم المساندة. وقالت لك المساندة احنا نختلف شوية. لان كان في دورة وقبليها ونتكلم وانما دلوقتي ما فيش وقت. عندما يحمي التغيب احسن تلاتة وعشر لعيب يوجد احسن لعيني لنا ونالذي لا يوجد اختلاف على هذا. وخلاص دي المساندة دي المساندة دلوقتي لا فيش احسن لرأي ده ولا اهدى. هم احسن تلاتة وعشر لعيني لنا وخلاص دي المساندة ونقف جنبهم. أنا أرى إن شاء الله أهم شيء عندنا، الثقة في ربنا طبعاً أول، والثقة في نفسنا أننا لازم نكسب ونصدق أننا نكسب غير كده ليس صعب، لازم نصدق، قدامنا مين، الظروف، نصدق ونصدق نفسنا قبل أي شيء، وندي كل شخص يدي 120% لكي تكسب فرزة هذه، لازم تدي 120% من طاقتك وإرادتك كل شيء فأنت مش تكسب الحل ده أنك ده تصدق وإدي كل اللي عندك، إدي اللي خد عندك بعد الماش، مهما كانت نتيجة بقى، أنت على الأقل، أنت ديت كل اللي عندك صحية، طيب، هذا مش شكراً من كده صح، كابتن زاكي عادةً يعني لما بنلعب مباراة في القاهرة، من المفترض ننصح باللعب الهجومي، باللعب الضاغط، بتسجيل أهداف كثيرة عشان تضمن قبل مباراة العودة لك، أنت الآن تلعب قدام المنتخب السنغالي، منتخب كبير، وله تشكيلة رائعة جداً وجهاز فني محترم إزاي نتعامل مع المباراة نفسها مع التسعين دي يا دول؟ أولاً كريم، دعنا الصرحة مع بعض، يعني أنا قلوس كوروشي هنا مرن أمريكا سنة 97-98، يعني أنا كنت أنا في جالاكسي، فأنا أعرف فيها اللعبة في الخمس لعبة بلومبيا، زي من دلت مرنت مرنه هنا، وكلموني عنه كثيراً وكذا، هو قاله من أول ربط أربعين وخمسين سنة، هو فكرة، ليس سيغيره في أربعة أو خمس سنة، نحن يعتمد على تنظيم الدفاع كويس، أغفل كويس، صعبة في رقم الثانية، ليس سيغيره في نفسها، وليس سيغيره في السهل، ولن يعتمد على جن بالسهل، فهو لا يعتقدش، أنه يغيره في خمس سنة، تمرين في خمس سيان، أنا أعتقد أنه أيضاً صعبة على فريد السنغال، ليس سيغيره فينا، ويصبح صعبة عليهم، وفي ذلك كان هناك كرة السبتة، هجم محتدة من الخرم، منه غلطة، لا يمكن أن نكسب المعباراً،، لا أعتقدش. سيبقى مجاسف لو كان غير قريطية لها، يبقى مجاسف، لا أعتقد أنه هو الشيء الذي يتحدث في أفريقيا معنا ويكمل ذلك، وهو طريقته وأنا أعطيك، كما كنت في مصر الكريم في شهر ديسمبر وهو طريقته والبرتوكيز، والمدرسة البرتوكيز، والجيودين ميريني، وكلهم ذلك سعى بعض الفرقة الثانية وليس يوصل لك بالسحل في نفس الوقت الحجم المرتد بسبب هذا الكلام لا أعتقد أنه سيغير ذلك، هذا المدرس والمدرس الذي كسبنا ونحن إن شاء الله الإهزة، حيث أنهم صعبة لهم جدا، ، إنه يكون تنظيم أتفاعي،، لن كنا نستعجل، لن نمتعطي شيء ونفتح الأقدّ اليوم التي ستحصل لهم تعمل أخر وجوده، لكن لا أعتقد أنه لا يأتي على الغابة أنه كان لدرف فرقيا، فلن يغير تدرف، فهنا كنا متوقعين وهو أغير، وليس أكون أنا غلطي، ولكن هذا هو رأيي ومعرفتي والناس التي تكلمون عليه وتدريب قدامه السنة لابن بعض ثلاث اربع مرات ضد بعض. ما غيرش نفس الشيء هو اسلوب كده. صحيح. طيب نصيحتك ليه محمد الشناوي محمد ابو جبل ومحمد صبح في هذه المواجهة الكبيرة. اعتقد ان الشناوي هيبدأ ومن حق ان هو يبدأ. اه كان يعني كان ممكن يكون ففتي ففتي لو انا لو انا في الجهاز او انا موجود في الطاولة. الشناوي اللي هيبدأ. فاحنا بنصيحة بها للشناوي. اه شناوي يعني لازم اقول لك قبل كده ممكن اعمل كيس لابو جبل. لو كان امور مشتع دائية حتى لما ابو جبل وشناوي المستوى الثلاث اربع عشيات الارونية كانت مخصصين. انما الشناوي اللحن نفسه في المواجهين الفاتي دولات سانداوز ومريش كان معقول قليلا. كان نصيحة الشناوي انت حسنك في مصر. انت وابو جبل او بجبل او بجبل او بجبل او كلا بك تحاولوا نفس الشيء. فاهم عظي ان انت حسنك في مصر وانت ما تهدأ وركز متع نفسك متع الناس. لا تجعل الجيم انك تتباين انك تريد انك تعمل الانقاذ اللحن لم يحصل. تجعلك طبيعي خالص. تجعل الماتش اللحن يأتي لك. لا تدعي للماتش. انت سيأتي لك كرة او اثنين طول الماتش. او الصالت يمكن ان تغير كل الماتش. نحن كاسبين واحد انت ممكن ان تتعلم لهم كهذا سيفي جيم. او لقضاء الله من خاصين واحد انت تغني في جيم. فانكاس واحد فقط في توقيت كويس كان يعني انكاس في الوقت المناسب يوفرق في الماتش كله. الامتش يعتبر الماتش واحد فانكتوب منك انكاس اثنين في الوقت المناسب. هذا الذي سيفرق معنا إن شاء الله، أنا أقول لك إهداء وركز ولم تشغيل بالك، لا تتخلي أي شيء مطلوب بك، لا تستطيع تتحكم في أي شيء، لا تستطيع تتحكم في العيبة قدامك، لا تستطيع تتحكم في مدرب، لا تستطيع تتحكم في جمهور وعلى حكم، كل شيء الوحيد الذي ستتحكم فيه حوالك كلها هو أنت، تركز وراحة ورلاكس وتحكم في نفسك، والذي يحدث تعرف بنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدارب حراس مرمى منتخبنا الأسبق أنا بشكر حضرتك شكرا جزية على هذه المداخلة القيمة كالعادة طيب كابتن أحمد قبل ما نروح للفاصل كنت عايز تتكلم معي في نقطة الاثنين مدافعين السنتر باكس محمد عبد المنع من ونش وأدعهم في الدوري أو مع الأهل والزمالك وأدعهم إن شاء الله هيكون أفضل كمان مع منتخب مصر مرحبا كريم عشان نتكلم بواقعية أكتر طريقة اللعبة اللي بيلعب بها مستر مسماني وخصوصا بيلعب بها محمد عبد المنع مختلفة تماما عن اللي بيلعب بها مستر كيروش ونفس الطريقة مع الوينش في الزمالك طريقة مختلفة خالص الأهل يساعد بيلعب 3-4-3 أو 4-2-3-1 لكن مستر كيروش يمكن زي ما قال الكابتن وقل وحط إيده على نقطة مهمة جدا إنه ما فيش مساحات يعني بين خط الظهر والبلوك اللي عمله النيني والسولية وحمدي فتحي قدام السردباكين حتى لو السردباكات هنا عندها عيوب أو عندها نقطة ضعفة في حتة معينة ما بتبانش في المساحات الضيئة لكن مع طريقة اللعب الطريقة الهجمية اللي بيلعب بها نادي الأهلي ممكن بعض السلبيات اللي في خطوط الدفاع أو اللي عندي أنا كالعيب ممكن تظهر في المواقف دي مواقف بينية كرة بينية مواقف سرعات مواقف كرة عرضية لكن طريقة مختلفة تماما عشان كده ممكن هتلاقي اللعيبة دي أداءها مع المنتخب غير ما أداءها الناس بتلوم مع أندياتها لكن اللي مطمئني بشكل أكبر إنه هم في الطريقة اللي بيلعب بها مستر كيروش ما ببقاش فيه مساحات مساحات بتبقى دايقة جدا البلوك اللي عمله في نص الملعب مستر كيروش ده ما قلل خطورة أي فريق منافس على خط الظهر المنتخب أكيد طيب عظيم جدا ناحة تانية ودي نقطة مهمة جدا كابتن وائل أحيانا بقلق من الكرات العرضية أو الكرات السابتة تحديدا على الدفاع منتخب مصر بس الصراحة في كاسي الأمم الأخيرة تلافين بعض المشاكل دي كيات المشاكل واضحة قبل كده جدا تلافينها كثير منها وهي أفا يمكن مش على المنتخب بس أفا يمكن على كل الأندية نتعامل إزاي مع الكرات العرضية الخطيرة جدا للمنتخب السنغالي وأيضا الكرات السابتة للمنتخب السنغالي النصيحك إيه للمدافعين واللعابي اللي بيغطوا في الكرات العرضية لزيدي لازم بقى فيه تركيز عمتا في الحاجات السابت والحاجات المتحركة لأن خد بالك كرات العرضية دي العالية بتبقى من أصعب الحاجات على المدافع لأن في ناس يقول لك لا السيدة ماسك غلط السيدة واقف غلط السيدة مش عارف إيه خد بالك لازم تعرف أن السوابت أنا ممكن أحسب مدافع لكن المتحركة بيبقى فيها صعوبة جدا لأن المتحركة الراجل بيعمل أوفر والفرود هو اللي معاه الحركة في البداية تمام فأنت ما تعرفش هتحرك إزاي أو ممكن أروح مثلا على الأولانية أو أروحها هوشك وروح على التانية فأنت الحركة معي أنا لستارت معي أنا كمهاجم فأنت النهاردة بيبقى فيه صعوبة جدا في الحتة دي بالذات في الحاجات المتحركة لكن في الحاجات السوابت لازم أمسك كويس قوي ما فيش حاجة أسمها أعتمد على دا أو أعتمد على دا لازم بكل واحد مع واحد مان تمام ودي مهمة جدا في الكرات العرضية بقى المتحركة دي المهمة جدا لازم أكون شايف الاتنين شايف الكرة وشايف المهاجم بشكل كويس وعمل استارت كويس ليا تمام ومتحرك على المهاجم مش متوقع الكرة لأنه خد بالك فيه ناس في الحاجات العرضية دي بيتوقع يعني إيه بيتوقع يعني هو ممكن يكون وقف في مساحة مثلا تمام قفل مساحة دي الفرد ممكن يقوم قطع قبله فهو ما يتحركش يقول لك أنا أتوقع أن الكرة دي تيجي هنا أو العكس ممكن يكون مثلا فرد راح ورجع تمام فياخد الخطوة المدافع فياخد الخطوة الأولانية فتعديه فتيجي خطر على المنتخب فلازم ببقى أنت الاتنين معاك أنت شايف الكرة كويس قوي شايف المهاجم كويس قوي وعلى قد الإمكان في الحاجات المتحركة تقدر توسطا شوي يعني تقدر تشتغل بشكل يعني فيه زكاء شوي السوابت كده كده أنت كده كده لازم بماس كمان واخد بالك في المتحركة برضو ما ينفعش إيه أحس إن فيه اتنين على اتنين تلاتة على تلاتة لأن دي ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا لازم بقى فيه زيادات في الحاجات اللي هي العرضية لأن انت عندك كمان منتخب السنغال مميز في الحتة دي بشكل كويس أو سواء في السوابت أو في الحاجات المتحركة فأنت النهاردة ما ينفعش ألاقي في الثمنتاشر وهجم علي اتنين على اتنين أو اربعة على اربعة لازم أنت عندك الزيادة العددية باستمرار عشان تقدر تخرج الكرة برضا التمنتاشر فدي نصيحتي للناس اللي هي المدافعين مع الناس بخط النص نحي التانية من المفترض أن احنا في المباراة فيها ضغط نفسي ومعناوي وبدني وفني وكل شيء تستغل أنت كمان كراتك السابتة بشكل مثالي وجيد زي نتعامل مع كراتك السابتة هجوميا بشكل كويس أكيد يعني ممكن دي بدي بقى تمرين تمرين أكتر منها اعتماد عن نفس يعني تمرين كراتك السابتة دي يعني أنت ممكن تكسب بكرة سابتة ممكن تكسب بهجمة مرتدة صحيح لكن هنا دعم الأساسي في عنصر المكسب أو أنت بتبحث عن المكسب بهجمة مرتدة منظمة أو بكرة سابتة أو بأخطاء الخصم لكن دي من أهم من الحاجات اللازم مستر كوريش يشتغل عليها وخصوصا أننا ممكن نواجه صعوبة شوية لأن بيتميزوا يعني خط ظهر السنغال أطول أنا لسه أتكلم معاك أطول مش طبيعية فأتمنى أننا ننفذها ما تبقاش كرة طولية يعني كرة طولية ممكن نلعبها على مرتين ممكن نلعبها على أولينية فهنا التركة دي هي لا تفرق معاك لكن طول ما هي كرة عالية هو الليل الأفضلية فهنا نحن ندور على السلبيات اللي في فريق السنغال يعني ممكن الكرة تبقى على الأولينية ممكن تتلعب على مرتين ممكن تتلعب على مرتين وتتلعب بره 18 حد يخش شوت فلازم يبقى فيها تركة يعني ده اللي نشتغل عليه لأن أنت كل الكوري العالية اللي هجومية اللي لينا هنواجه صعوبة مع خط ظهر منتخب السنغال لكن أعايز أتكلم في اللي علينا اللي علينا وإنت أشارت النقطة مهمة جدا حتة إنه هي فعلا آفة اللي نقع فيها على طول لأن المدافع هنا عينه على الكورة بس مش عينه على الخصم الخصم هو اللي ه disagree لازم يبقى عيني على الكورة واعيني على الخصم لكن هنا على طول اللعيب المصر يستسل يستسل ويمكن ده أخطأ Responsive نحن بنلعب على الكورة ولكورة ممكن تعديني الخصم اللي معايا لو سرقني هيقدر يجبها هدف لكن هنا في الكوره السابتة اللي علينا لازم التزام وحط تحتها مليون خط كلام مع بعض لأن في بعض الأوقات لو إحنا الستة جوة الـ 18 أو الـ 7 فيه واحد أو اتنين ممكن التركيز يروح منهم ولو راح منك ثانية هتلاقي كرة في الجول لكن الكلام مع بعض ده مهم جدا وكلام بصوت عالي التنبيه حتة الالتزام المان جوة الـ 18 ما اعتمدش أن أنا حد تاني سرق زميلي فأنا روح فهي دي المان دي دي من أهم الحاجات في الكورة السابتة عشان ما تأثرش علينا بالسبب طيب كابتن مال لو طرابت منك إنك تقسم الـ 90 دي الأولى يعني أنت كمدرب بتقول اللعبة أنا عايز أول ربع ساعة منكم كذا تاني ربع ساعة كذا الشيء التاني هنعمل كذا لو هتقسم بتصور مثالي فيه طرورات بتحصل في المباراة هدف فيك هدف ليك بتحصل طرورات لكن لو أنت ماشي بتصورات في خيالك وعايز تقول اللعبة تطبق أول سيناريو يكون إيه يدخل المباراة بيبقى ليك شغل معاين أنت عامل يعني ممكن أنا مثلا كمدرب بقول إيه ربع ساعة الأولانية هدغط من قدام ما خليش يبقى فيه تحضير وبعدين أشوف الوضع إيه هل أنا ممكن أقدر أقطع الكورة بسهولة هل ممكن يحدث أخطاء في المدفعين لما أنا أضغط عليهم واللي هم عندهم السكة ولاقوا بيطلع بيها ففي مساحات بتفضل في تبقى مشكلة تمام لو لقيت إن فيه مساحات لا أنا أقول لك قفل نص ملعبك تاني بدل ما تضغط من التلت الأمامي لا أنت ممكن تقفل من نص ملعبك ده سيناريو ممكن تيجي سيناريو تاني تقول إيه لا إحنا نقفل من نص ملعبنا الأول لحد ما نشوف هل هننجح في الحتة دي ونفتح مساحات خلف خط الدفاع بتاع منتخب السنغال ولا لأ طب لو ما نفعش بتغير سيناريو تاني ممكن أنت تشتغل بقى إيه ولا من نص ملعبك ولا من العشرين يارضة اللي هم اللي قدام لا بتبقى على كوس الدايرة اللي في نص ملعبهم تقول إيه في الحتة دي لا أنا ببدأ أوجهه عشان أضغط عشان أقطعه وبعدين أطلع عليه فدي على حسب بقى شغل مستر كروش بس هو المشكلة إن مستر كروش عودنا إنه هو الدفاع تسعين ديئة هي دي المشكلة هو شوف حتى كابتن زجع الفتاعة هو ما بيغيارش السيستم بتاعه هو بيعمل بلوكة فاعي بشكل كويس قوي وبيعتمد على هجمة المرتدة أو السوابت ده فعلا أسلوب تسعين في المئة من المدربين البرتغاليين إنك حين ما هي بس ها دي مشكلة خد بالك لإني لازم تعرف حاجة القماشة اللي معاك هل هتساعدك ولا مش هتساعدك هتساعد إن شاء الله خد بالك أنا أتمنى أنا أتمنى خد بالك بس أنا بكلمك إيه القماشة هي اللي بتخليك بتشتغل عليها أنت النهاردة هل القماشة دي مع الشغل الدفاع اللي أنت بتعمله هيشتغل كويس ولا مش هيشتغل كويس خد بالك لأن في أمم أفريقيا الظروف خدمتك لازم نقول إن الظروف خدمتك أنت النهاردة ما قدتش بالشكل المطلوب ضع فرص من المنافس بشكل كبير الضغط بشكل كبير تمام فتخيل بقى لو فرصة من دي دخلت هتعملك دربك بشكل كبير جدا مش هايز أرجع لكيس الأمم بص بص أنا بكلمك كريم بصراحة عشان ما نتفاجئش كاب زاكي قال لك حاجة مهمة جدا لازم نصدق نفسنا إن إحنا هيكسب لأن خد بالك وده اللي أنا قلت لك في البداية إحنا لازم عندنا الثقة ولازم عندنا الهوية لأن الثقة قلت لك دي بترفعني من 40 ل60 ل70 ل80 وده نقطة مهمة جدا حتى أنت لما بيبقى عندك الثقة وتصدق إنك بتكسب مستواك لوحده هيعلى والأداء داخل الملعب هيعلى أحمد عارف الكلام ده هو لعب في ناد لالي ولعب في ناد زمالك هو قاعد عليه فترة بيكسب الفرق اللي جايله بالسكة بس إن الفرق دي جاي خايفة منه أنا نفس القصة لما كنت باخد بطولات إحنا كنا بنكسب الفرق نازلين كاسبالين لأنهم حاسين إن هم خايفين لو هم هجمونا أكيدا نعمل حسابهم ده كان بيحصل إحنا لعيبة داخل الملعب بنبقى فيه هو نازل خسرين منك 50 في المائل فدي مهمة جدا حتى ما تدينيش إحاقة لك يا جمهور إن أنا مش مصدق إن أنت تكسب لأ لازم أنت الأول تصدق إن أنت تكسب عشان أنا أبقى ورار صح لإني هرجع تاني في أم أفريقيا مزعتش مني أنا كنت بقى أعود مع نازل بتفرج معهم مش مصدقين إن إحنا ضغعنا هجمة وإدى بقى زعلان جدا ونقعد تخيل بس عارب كبتن اكتسبنا الشخصية يعني منتخب الروح والقلب والعزيمة والإسراء الروح ده حلو جدا أنا معاك طبعا يعني بعدا عن الفنيات ده اللي وصلك يعني إن انت تلعب 120 دقيقة تنفربع مباراة ومش بأداء فني بأداء رجولي وبعزيمة وبإسراء بس أنا كنت أريد أسألك تاني بقى السؤال عشان الوقت ما يروحش مني ولازم أسألك السؤال ده إيه الأوراق التانية غير الأساسين إحنا تقريبا كلنا تقريبا يعني شبه متفقين على التشكيل الأساسي أو متصورينه من دماغ خلوس كروش إيه الأوراق اللي على الدكة اللي هتفدنا في هذه المواجهة ما شوف لو بدأ بمرموش تريز جدا غيرها مهمة تريز جي تغييرها مهمة وخصوصا أن مرموش يمكن الرجل ميل شوية لحتة أنه بيلعب لعب محترف لكن أنا لو فنيا تريز جي يلعب لكن هنا اللي مطمني أن تريز جي بينزل بيعمل فارق بينزل يعمل فارق بيقدر ينقلك ماشي كويس مع فرقاته فأنا مطمني بشكل كبير جدا زيزو بقى برضو تغييرها مهمة بيقدر ينقلك فترة من الفترات يمكن الرجل ما عودنا برضو على تغيير زيزو في الدقيقة 60 أو الدقيقة 65 بينزل برضو بيعمل لك فارق مع أن خبرات صلاح بتظهر في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة ممكن صلاح في الدقيقة 90 وكل ما المطش بيعدي سواء خبرات صلاح بتفيدنا من الدقيقة من الثانية الأولى أنا بكلمك أن يا كريم أنت كل ما بتروح لنهاية المطش التركيز بيقل لكن صلاح عنده من الخبرات ومن الاحتكاكات اللي فيها أنه ممكن في الدقيقة 90 تلاقي انفراد وخصوصا دي الطريقة اللي أنت ممكن هتبقى معتاد بيها كانت تكلمت برضو في نقطة أن أنت المطش هتقسم إزاي هنا مفاتيح اللعب هي اللي هتفرق معاك التغييرات هي اللي هتفرق معاك وفعلا اللعبة فائقة الترزيجيه فائقة زيزو فائقة بيقدي بشكل كويس سواء معنى زمالك أو معنى المنتخب أنا بصراحة متفائل متفائل لمفاتيح اللعب اللي عندنا متفائل أن الراجل مش بيستعجل على المكسب أنه مش بيروح للمكسب بيستعجل على المكسب فيبقى فيه صغرات يبقى فيه مساحات في خط ظهر لكن الراجل مش بيستعجل على المكسب اللي مطمئني بشكل أكبر مش سهل يجي فينا هدف يعني مش سهل طول ما انت ما بيجيش لو احنا كنا بنلعب في الفرقة الكبيرة بالذات طول ما احنا ما بيجيش فينا جول احنا ممكن نجيب جول في أي وقت فهي دي اللي نقطة اللي ممكن نشتغل عليها ودي اللي بيعملها مستر كيلوش كويس إن احنا بندفع كويس ومنظمين وقفلين كويس إلا فترة من فترات هتلاقي صلاح ممكن يجيب واحدة هجمة مرتدة مرموش كورة سابتة تحرك من مصطفى محمد واللنا نتمنى إن يبقى فيه حرية من طرفين الملعب شوي وخصوصا زي ما قال الكابتن وقيل انت عبتلعب بتلاتة بلوك في نص الملعب ممكن تحرر طرفين الملعب فأنا نتمنى إنه فترة من فترات المباراة تدي حرية لعمر كمال أو فتوح إنه يبقى مفتاح لعب وخصوصا لازم مصطفى محمد يلعب عجون مش يلعب عجون منه نفسه إلا من كرة عرضية أو كرة بينية في خط الظهر طيب أنا معاني اتنين لعيبة دلوقتي لعبوا قدام جماهير كتير وألاف من الجماهير لعبته تحت الضغط بتاع الجماهير ده كتير قوي في لعيبة والنهاردة الكابتن ديار ساعدتكلم في نوع دي في لعيبة من الموجودين في المنتخم ملعبوش قدام عدد كبير من الجماهير مطلوب إيه بقى من الجماهير مطلوب إيه من الناس اللي هتروح للإستاد وتشجع عشان زي ما انت قلت كده ممكن المباراة تمر بمراحل وان شاء الله تبقى كلها مراحل إجابية بس ممكن يبقى فيها مراحل سلبية لقدر الله مطلوب إيه من الجمهور مع لعبين ممكن يكونوا بيتعاملوا مع الجماهير لأول مرة وش الوش يعني في المدرجات بص يا كريم أنا دايما بقول إيه المدرب حتى مش هقولك الجماهير حتى لو اللعيب مش في حالته أنا لازم أقف جنبه لحد نهاية الصفارة لحد ما الحكم الصفارة ليه؟ لأنه لو عنده 40% وانت قلقته هتبقى 30% هتبقى 20% طيب حتى لو هو 40% ما تخليش اللي 40% دول يقله حتى لو سيبته فده أفضل لكن ما يقلوش فده نفس الكلام اللي أقوله الجمهور انت النهار ده جاي تشجع منتخب بلدك أيا كان مستوى داخل المباراة تمام انت شجعه طول التسعين ديه لأن مجرد ان انت بتشجعه وتديله دفع معنوية ده ما بيخلوش قلم وبل بالعكس ممكن يزيد مع الدفع المعنوية ودي لعيبة في لعيبة منهم ما لعبوش قدام جمهور كتير فترات طويلة جدا لكن عايز أرجع أقولك برضو ان اللعيبة ديه منتخب مصري يعني لازم يكون عندها الشخصية وعندها الصغر في نفسها حتى لو لعبت قدام جمهور فهو لازم عنده صغر في نفسه وعنده شخصية داخل المرعة فده أتمنى من الجمهور ان شاء الله ان يده دفع اللعيبة ديه دفع معنوية أتمنى وأنا دايما بقول ان الجمهور ده نمرة واحد وهو ده اللي كان بيخلينا جوه الملعب شعلت نشاط حتى لو أنا غلطت في كورة ولاي الجمهور بيشجعني عارف أنا بحس ان أنا بتكسب فلازم أبقى أحسن لكن لو انت يعني بلغة كورة همتني أنا خلاص سكة هتتسحب مني فخلاص أنا ممكن معرفش أدي فدي مشكلة كبيرة جدا فأتمنى ان شاء الله والجمهور عندنا واعي الحمد لله الحمد لله وهو جاي عشان يشجع المنتخب لاني دفعا دي فرصة كبيرة جدا ان احنا ان شاء الله نوصل كاس العالم وكل الدعم طبعا لمنتخبنا ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن أحمد نقول ايه الجمهور منتخب مصد ان شاء الله اللي هينوره استاذ الكاهرة بكرة بإذن الله أكيد لازم في أي وقت من فترات حتى المباراة أيا كانت النتيجة ايه لازم المساندة ولازم الدعم ولازم التشجيع من اول ديئة لحد اخر ديئة لان احنا وإحنا كلاعيبة كان على طول ودنانا مع الجماهير ودنانا مع الجماهير طول ما فيه مساندة وفيه دعم حتى لو النتيجة سلبية ده بيدينا باور اكتر ده بيدينا مسئولية وانت دلوقتي بتملك ان اللعيبة عندها مسئولية اللعيبة عندها الشخصية فهنا كده كده اللعيب بيبقى عليه ضغوط بيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا فانهو يتحمل كمان ضغوط الجماهير دي تبقى صعبة جدا لكن طول ما فيه التشجيع والمساندة والدعم انت كده بتقلل الضغوط من على اللعيبة بل بتديهم المسئولية بل بتديهم انهو بدل ما يدي مية في المية بيدي ميتين في المية فهتمنى المساندة من جماهير مصر وان شاء الله هتبقى البوابة ان شاء الله للتأهل لمنطقة مصر من خلال الجماهير انا ازف افكرك بحاجة كمان لما دخلنا كاس العالم افتكد احنا دخلنا كاس العالم ازاي في اخر الثانية صح بص كان كل الناس خلاص همدت تخيل محمد صلاح بعد الوقع بتاعته وقام اه الوقع بتاعته طبعا وقام صح وقام للجمهور ويلا لعيبة في ثانية صح فده يقول لك فده يقول لك انه استنى الاخر العصر صح انت ممكن تكسب وممكن تبقى ربنا موفقك وان شاء الله كل التوفيق طبعا ان شاء الله كابت الوقت شرفت ونوارتك على عدنة مشكرا حبيبا كريم انا بمسكرة كنت سعيد معاكم يا رب كابت الى احمد عدنة كابت الى احمد شرفت ونوارتك على عدنة مشكرا شكرا 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 جزيلا حبيبا كيم وانا سعيد ان اوارتك على عدنة دائما ومع كابت الوقت دعواتك بقى ودعواتك كل المصريين ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله لسه بكملين مع حضراتكم حديث او مراجعة ما قبل الامتحان امتحان صعب صحيح ولكن احنا ادىها بإذن الله مصر والسنغال بعد الفاصل محمد جمال وفاروق عصام نتكلم معهم فنان وتحلان عن هذه المواجهة الكبيرة خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى لسه مكملين مع حضراتكم حديث مؤكد عن هذه المواجهة الكبيرة مواجهة منتخب مصر منتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم يشرفني وينورني في هذه الفقرة لتحليل المنتخب المصري وايضا لتحليل المنتخب السنغالي في هذه المواجهة الكبيرة اتنين من اصدقاء العزاء محمد جمال وفاروق عصام محمد مشرف ومنورك العادة حبيبي يا كريم ودائما بقصوط ونبوض معك انا اتشرف جدا فاروق اتشرف جدا بتواجدك معي لأول مرة اهلا بجاء كريم وان شاء الله يا حبيبي شرف كبير طيب الجملة العامة مواجهة كبيرة خلاص احنا قدلناها كم ساعة احنا قدلناها 24 ساعة والمواجهة هتنطلق المواجهة الكبيرة الحلم يعني المواجهة دي انت واحنا خلاص فاضل ساعات على هذه المواجهة حاسسها ازاي حاسس ان احنا قريبين حاسس ان احنا نقدر حاسس ان الجيم 50-50 حاسس ان احنا جاهزين بنسبة 100% احساسك بالمباراة دي المباراة 50-50 طبع اي مباراة في مباراة النوكاوت الاخيرة في الخمس جوالات نفس ما ينطبق على الخمس مواجهات بينطبق على مباراتنا مع منتخب السنغال واحنا باللعب منتخب السنغال فول تيم بسكوادو الكامل نفس اللي انا بتقريبا هيبدأ قدامنا في ظروف صعبة جدا جدا في امم افريقيا من شهرين في الكاميرا المباراة انتهت بالتعادل السلبي بمنتهى البساطة حالة الرعب اللي حاسسها البعض دي انا شايفها غير مبررة طريق بنحترمه بشدة اسكوادو جيد جدا اللاين اوب اللي هيبدأ بيه اكيد لاين اوب محترم لكن انا احترم المنافس وديله قدره ده شيء صحي جدا لكن الخوف المبالغ فيه او الرعب المبالغ فيه من احنا لقى عندنا ونقدر وده مش كلام للدعم ده حقيقة على ارض الملعب واكبر اثبات زي ما بدأت كلامي فاينال افريقيا الناس تقيد المطش تاني وتتفرج عليه والمباراة بتانتهد بالمناسبة حتى لما بيجي من التحدي الدولي يقيم النتائج المباراة انتهد بالتعادل صح 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 يعني ده ركلات الجزاء لا تحتسب من ضمن التصنيف واخر فرستان في المباراة كارورينا بتاع مالوان كورتين بتاع مالوان هكونا ممكن نحسن المباراة كمان ونختف المباراة بسهولة جدا فانت ازاي تلعب ده وازاي تشتغل على ده هو ده اللي احنا هنجاوبه خلال الحلقة لكن انا شايف ان الامور في الملعب مش من باب التفاؤل بس لكن احنا نقدر المباراة على ارضنا الظروف البدنية على الاقل افضل بكتير مما كنا عليه فان الافريقيا وحنا لعبين تلات مواجهات فيهم تلاتين دقيقة زياد اكستر تايمز وضغط نفسي بانك بتلعب كمان ركالات جزاء بعد بعد الضغط البدني ده بتخسر اثنين من اهم اعملتك ومعندكش حتى الفرصة ان انت تجاهز اللعبة نفسيا ان انت تدخلهم وده كان نجاح كبير جدا لكارلوس كروش انه قدر يدخل محمل عبد الملع من خلال المجرات خاصة كمان بعد اصابة حجازي واعتمد عليه مع الوينش وقدر يدخل عمر كمال عبد الواحد بعد اصابة اكره ومعندوش حتى الفرصة ان يحط له بديل خلال البطولة فطبعا كل الحاجات دي مؤشرات بتديك كتير من التفاؤل قبل مواجهة السنة ان شاء الله طيب فاروق الثقة لازم عندنا الثقة واحنا عندنا الثقة موحم كمان زي ما احنا شايفين المنتخب السنغالي منتخب كوي هو كمان شايفنا منتخب كوي ومهم ان احنا كمان نشوفناي سن اعتقد ما كانش فيه افضل من بطولة افريقيا ان انت يستعيد بيها الثقة بعد النسخة اللي فاتت من البطولة وحتى كارلوس كيروش في تصريحاته اللي اتكلم عليه دي ممكن كانت قابل البطولة لكن اعتقد انه هو بعد البطولة التصريحات دي لو كانت بيقولها مرة واحدة هيقولها في كل مؤتمر وهيقولها في كل مرة لانه هو ما كانش يحلم بالقماشة اللي موجودة في اللعب المصري ما كانش يحلم هو حب استغرب ان احنا بنلعب ازاي 120 دقيقة 3 مرات في البطولة ورغم كده انت بتقدم اداء بدني في المباراة نهائية افضل من المنتخب السنغالي في الاشواط الاضافية وزي ما قلت يا كريم كان ممكن في الاشواط الاضافية ان منتخب مصري يقدر يسجل ويختف اللقب فهو حتى كارلوس كيروش اعتقدش ان هو مر بتجربة اللعب المصري واسراره وعزمته لانه هو اللعب المصري لما بيمسد منتخب بلده وبيشوف الشعب المصري كله ملتف حوالين المنتخب بياخد باور اضافي وبيبقى عنده طاقة كبيرة جدا وده ترجمها في بطولة الامم حاليا احنا لازم يعني ظروف حاليا المباراة ضد المنتخب السنغالي هي افضل بكتير بالنسبة للمنتخب المصري انت بتواجه المنتخب السنغالي بدون اجهاد لعبتك بتواجه المنتخب السنغالي في مبارتين حياة او موت اعتقد ان الدوافع بالنسبة لعبت المنتخب المصري يعني عندك اكتر من دافع للفوز ولو اتكلمنا عن الدوافع نتكلم عن نقط كتير جدا منها ان احنا بتلعب وسط جماهيرك اول مرة بعد فترة طويلة جدا يبقى فيه اكتر من 60 الف متفرج موجودين في الملعب انت بتلعب مبارتين هيأهلك لكاس العالم هيأهلك ان انت تلعب بفوز منتخبات عملاقة بتقدر اللعبة اللي موجودة دلوقتي اعتقد ان الجيل الحالي اه ما كانش محظوظ في التتويج بألقام لكن احنا الجيل الحالي يوصل للنهائيين بطولة الامم الافريقية ولو قدر يتأهل النسخة الحالية في كاس العالم هيبقى هو اعتقد الجيل الوحيد اللي قدر يمثل مصر عالميا في نسختين متتاليتين وده انجاز كبير جدا اعتقد العبت كلها عندها الدوافع ان هي تتأهل للنسخة القادمة في كاس العالم عظيم جدا طيب منتخب السنغالي هذا المنتخب القوى دايما نتحدث عن فكرة انه فرنسا عندها نقاط ضعف ايطاليا عندها نقاط ضعف برازيل عندها نقاط ضعف اكبر منتخبات العالم عندهم نقاط ضعف ويمكن استغلالها اكيد المنتخب السنغالي ايضا وهو عنده نقاط قوى عديدة عنده نقاط ضعف اكيد موجودة طبعا ملتخب السنغال قبل ما نتكلم على نقاط الضعف بتاعت منتخب السنغال خلان نشوف انه دايما بنتكلم احنا هنتعامل ازاي مع المية والثمانين دقيقة مش بس هنبص على التسعين دقيقة نقطة أولا الرسالة للجمهور ما تستعجلش لعبتك لأنه أنا شايف أنه أهم منك تسجل وإن كنت أكيد بطالب بالتسجيل أكيد نفسي منتخب مصري يسجل في القاهرة لكن الأهم من التسجيل هو عدم استقبال أهداف لأن الأمور هتتعقب عليك بشدة طيب لقدر الله تسقبلنا ما عندكش غير الدعم لازم تفضل تدعم طول الوقت عشان تطلع بأفضل نتيجة من القاهرة وبالتالي لكل مقام المقال في التسعين ديال اللي بيبقين في السنغال طيب أول نقطة هنتكلم عليها في نقاط دعاف المنتخب السنغالي هو الزهير الأيمن الزهير الأيمن عنده مشكلة ألا وهي إن إسمايلا صار قدراته الدفاعية على الارتداد وفي الغالب هو اللي هيلعب على الجناح اليمين قدام بوناصار هو اللي هيكون موجود ما بيرجعش يعمل له الارتداد فالناحية اليمين بتاعت المنتخب السنغالي ناحية الشمال بتاعتنا اللي في الغالب هيكون فيها أحمد فتوح مع واحد من الاثنين يا إما عمر مرموشي إما محمود حسن تريزيجي عندهم الفرصة دايما من خلال شكل اللعبة بتاعنا ما نتكلم على المنتخب مصر هنتكلم هو ليه أنا بتكلم على الجابها دي تحديدا لأن الجابها التانية زي مباراة فاينال بطولة أفريقيا هي جابها نارية الجابها قوية جدا جدا اللي موجود فيها محمد صلاح أكيد هم هيعملوا حساب الزيادة بتاع ساليو سيس هكون الزهير الأيسل المنتخب السنغالي هكون بحساب ساد يومانية هيرجع وهيرتد عشان نقفل مع ساليو سيس لأن القدرات البدنية بتاعت ساد يومانية أفضل كتير من إسماعيل أصار قدرته على الارتداد الريباوند بتاعه أقل بكتير فالناحية الشمال بتاعتنا اليمين بتاعت المنتخب السنغالي وده هنروح منه لما نتكلم على منتخب مصر الاربعة تلاتة تلاتة اللي بيشتغل بها كيروش وإيه هو التشكيل المتوقع الأفضل اللي احنا نشتغل به في القاهرة لما نجي نتكلم على مليار الاربعة تلاتة تلاتة والناس بتطالب أن احنا يبقى عندنا عناصر هجومية من بداية المباراة وأنه غير الاربعة تلاتة تلاتة اللعبة حفظت الاربعة تلاتة تلاتة مع كارلوس كيروش قدروا أن هم يصلوا بها الفاينل أفريقيا رغم كل الظروف الصعبة والمنحانات البدنية الصعبة جداً اللي انت مريت بيها بالإضافة للإصابات اللي مريت بيها ما قدرتش تستدلها خلال البطولة فالاربعة تلاتة تلاتة ليه؟ لأن انت بتشتغل باثنين دابل ايت في وسط الملعب وراهم لعيب مركز ست اللي هو في الغالب بيكون حمد فتحي بتعتمد على اثنين دابل ايت محمد النيني ناحية نيمين وعمر السولية ناحية الشمال بتعمل ايه؟ في قاعدة بسيطة جداً في الكورة بيقولك الجناح اللي هتاجم منه وانت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة في الضابل ايت لازم اللعيب بتاع مركز ثمانية ينزل تحت شوية عشان يقدر يعمل لك الترانزيشن دياجونالي أو بشكل قطر يعني لما ينزل محمد النيني هيبقى عينه دايماً الاسبيس راحة فين الدياجونال اللعيب هتبمركز معنا هو هيطلع ويسند على محمد صلاح فدايماً يبص فينا على البلاين سايد بتاع الفرقة البلاين سايد الناح اللي هتبنتكلم عليها اللي هي في ظهر بوناصار اللي في الأساس وفي مركز التكوين في ميتزو في مارسيليا كان بيشتغل راجل لعب شوية كراجل سنتر باك ولعب شوية كاجناح ما لعبش باكرايت إلا لما راح بارني مونيخ وفترات الأخيرة اللي في مارسيليا لما لعب باكرايته ما بيلعبش حتى الفترة الأخيرة وده من ضمن المكتسبات المهمة جداً فيه لعبة كتير في متخاب السنغال مش في حالتها مع أنديتها وعلى رأسهم بوناصار مع بارني مونيخ ما بيلعبش بيلعب بينامين بابار هو اللي بيلعب أساسي ملاقفش كل المبارات اللي فاتت لعب خمس دقايق وفي مباراتين من وقت بطولة أفريقيا خمس دقايق بس مع بارني مونيخ ده بيقولك انه لقى عندهم نقاط ضعف نكلمنا على واحدة منهم ونكمل بقى في ما هو قادم فروق ايه تاني ممكن يبقى عند المنتخب السنغالي نستغله بشكل كويس أهم حاجة عند المنتخب السنغالي أعتقد أنها بانت في النهائي أفريقيا زي ما تكلم محمد التقدم الزيادة الزهير الأيسر شوفناه في نهائي أفريقيا هو تقريبا طير على طول وبيتغطى بمندي يلعب لستر سيتي اللي بيقدر يتحرك بيرحل ويغطي في الجبهة اليسرى هو بيعتمد دايما على الزاهرين وعلى تقدم الزاهرين ده بيساعد في 4-3-3 الخطة اللي بيلعب بيها المنتخب السنغالي بيقدر يخلي سادي وماني يدخل للعمق وده دوره حتى في ليفربول مع كلوب هو ومحمد صلاح بيقدر يدخلهم للعمق بسبب تقدم الزاهرين اللي عندهم فأنت بيبقى في مساحة كبيرة في نص الملعب لما مندي بيرحل عشان يغطي سيس بتبقى في مساحة دايما ما بين الخطوط ما بين خط الدفاع وما بين خط الوسط لازم يتواجد فيها لاعب عندنا أو احنا بنلعبش بالعيب رقم 10 اللي هو يقدر يتواجد في الزون 14 أو المساحة اللي موجودة ما بين الخط الوسط وخط الدفاع لكن لازم الجنبين بتوعنا احنا كمان يضموا الجوة مرموش يتواجد في المنطقة دي شفناها حتى ضد ليبيا التصويب اللي شطكت من المنطقة دي فالمنطقة دي أعتقد أن هي صغرة كبيرة في المنتخب السنغالي لو قدرنا نستغلها خصوصا ان كوليبالي ووديالو بيتقدموا ممكن للمواجهة فهيبقى في مساحات في ظاهرهم ممكن تلعب فيها السروباس وتستغل التقدمهم فاحنا لازم نستغل المنطقة دي في وسط الملعب طيب النقطة دي فيه نقاط ضعف أخر قولي النقطة النقطة اللي بتكلم أنا مباشي تنف نقاط الضعف الكتيرة دي النقطة اللي بتكلم فروقي كنت برحلة شوية لجزئية المطشن وتقسيم المطشن ليه لأنه دي بتبقى نقطة ضعف إمتى لما بيلعب منتخب السنغالي بثنين في وسط الملعب لما بيلعبوا بتلاتة بيقمنوا النقطة اللي كان بيتكلم عنها فروق فمتبقاش نقطة ضعف ليه لأنه بيلعب بتلاتة في وسط الملعب بيعتمد على شيخه كوياتي إدريس جانا جاي ونامبلس مندي تلاتة حتى لما بيرحل واحد منه من ناحية الشمال أو ناحية اليمين عشان يعمل ريبليسمينت ويقفل في ناحية الشمال أو ناحية اليمين بقى فيه اتنين دايما سابتين في وسط الملعب اللي سابت قدام الاتنين سنتر باك ساشيخه كوياتي دايما لأنه لعب فترات طويلة جدا سنتر باك فبيقدر يقفل قدام الاتنين سواء خليدوا كل بالي أو عبدو ديالو بيقفل قدامهم بشكل ممتاز إمتى بقى هم بيقعوا في الحتة دي لما نكبروا منهما يلعبوا باتنين في وسط الملعب مش بتلاتة إنه هو يبتري يغير اللعيب التالت في وسط الملعب لأمادو ديانج أحمدو ديانج اللي بلعب في مرسيليا أو بامبا ديانج يلعب لعيب تالت أو كل عيب ديانج لما بيبتري يخش مع الفرقة كالعيب تالت مع الثلاثة في وسط الملعب بعمل ريبليسمنت أو تبديل للعيد من الثلاثة اللي موجودين في العمق اللي أدوارهم في الغالب بتكون دفعية عشان يعمل الزيادة والكثافة في وسط الملعب إمتى بقى بتتحول لنقطة ضعف لما بيضطر تحت ضغط النتيجة أو تحت ضغط التسجيل ودي نقطة الضعف الثانية في المباراة هناك لو تاني عشان كده بقول ما نستقبلش أهداف أهم نقطة أنك ما تستقبلش إلى أنك هتحول الضغوط حتى لو خرجت بتعادل سلبي في القاهرة هتحول ضغوط التسجيل من عليك لمنتخب السنغال فمش هيلعب بالأربعة تلاتة تلاتة اللي كان بيلعبنا بها لأنه ساعتها لما يتعادل معاك سلبيا في القاهرة حتى لو تعادل سلبيا وكنت أتمنى الفوز بشباك نظيفة إن شاء الله حتى لو تعادل معاك هيبقى بيكرر 120 دقيقة في الكاميرون 90 دقيقة في القاهرة دون أن يستطيع التسجيل في منتخب مصر وبالتالي هيحاول أن يغير من استراتيجيته بوجود ثلاثي يميلون للجانب الدفاع في خط الوسط فهيغيرهم بلاعب من اللعيب اللي عندها اللي احنا ضربنا أمثلة بلاعب من عنده نزعة هجومية في التلاتة اللي في وسط المعب فما يكون عندي ده يبتلي بقى النقطة اللي كان بيتكلم عليها فاروق إن أنا الترحيل هيخلي دايما إنه فيه لعيب واحد بس هو اللي متواجد بقى بين خط الوسط وخط الدهر هو اللي بيعمل المسامدة الدفاعية لإنه فيه واحد هروح يغطي دايما على ساديو ماني أو ساليوسيسي يبتلي نقطة الضعف التانية المهمة جدا لكن نقطة مؤجلة لمباراة العودة مباراة القاهرة هم بيحترموا المنتخب المصري جدا جدا وليه الناس تاني رسالتي للناس وإن كان قلتها في بداية الحلقة أو أكدت رسالة الناس المرعوبة جدا من موجة السنغال منتخب السنغال نفسه بيحترم المنتخب المصري جدا بدليل إنه حتى التغييرات أنا كنت بأكلم عليها إنه بيلعب بالعيبة عنده نازع لجومية فسط الملعب في مباراة قبل النهائي ودور التمانية لما جاء قد منتخب مصري طر يلعب بأربعة تلاتة تلاتة بنفس الشكل بأربعة تلاتة تلاتة بالثلاثة عندهم النازع تدفاعي فلالناس المتقوفة منتخب السنغال ما هواش المنتخب المرعب لكنه المنتخب قاوي طبعا دايما الكلام على التلاتةالف النص محور أداء منتخب مصري بيبدأ وينتهى عن التلاتةالف النص دفاعيا وهجوميا تلاتةالف النص دايما Awwpiej حمد فتح عامر سراع нيني ولا يدخله واحد زي زيزو ولا تدخله واحد زي تسجيه ولا تدخل واحد زي أفشا تدخل ثالث له نزاعات هجومية. انت بتفضل ايه في المواجهة الاولى دي في مواجهة الكار؟ احنا لو كلمنا على اسلوب لعبة 4-3-3 فانت عشان تهاجم احنا لو رجعنا لبطولة الامم المنتخب المصري لو قيمناه دفعيا هياخد ممكن تديله 9 من 10 يعني انت منتخب مجاش فيك اهداف ضد الكاميرون مجاش فيك اهداف ضد كوديفوار مجاش فيك اهداف ضد السنغال وده في حد ذاته انجاز كبير لكن لو قيمنا المنتخب هجوميا تقييم هيبقى متراجع جدا لسبب بسيط ان انت السلاسي اللي بتتكلم عليه في نص الملعب هو يأمن لك دفاعيا بشكل ممتاز جدا. السلاسي عنده الوركريت عالي جدا. مش هتلاقي منهم صغرات هتلاقيهم بيغطوا في المساحات بشكل مثالي. شفنا النيني لما حب كيروش يقدم صلاح ويلعبه وفي العمق شفنا النيني ازاي بيرجع وتتلعب اربعة اتنين فلات وبيتواجد في الجناح الايمن فانت عندك لعيبة عندها الوعي الدفاع في وسط الملعب سواء النيني او حمدي فتحي او السلاسي فوق الممتاز لكن لو تكلمنا عنهم هجوميا فهم مش موجود منهم اللعب اللي يقدر يخلق لك الحلول مفيش اللعب اللي يقدر يعمل السرو باس اه عمر السلاسي ممكن يكون اللونج باس عنده ممتاز جدا وشفناه مع الاهلي يقدر يودي اللونج باس بشكل ممتاز جدا لكن السرو باس على الارض واللعب اللي على الارض مش موجود عند عمر السلاسي لو تكلمنا عن النيني ما عندهوش مهارة المروغة ما عندهوش ان هو يقدر يروح يفتح لك مساحات اللي شفنا لوكا مودريتش مثلا في الكلاسيكو ازاي بيقدر يقطع مساحة كبيرة جدا في وسط الملعب ويروح ويسلم بنزيمة ويران مدريد تسجل بسبب لعيب وسط اللعيب اللي احنا نقول عليه خلاق اللعيب اللي يقدر يعدي واحد على اثنين ويعمل السرو باس ويودي اللعب ده مش موجود عند كارلس كروش او مش موجود في السلاسي ده فانت تحل العزمة دي ازاي او تحل المشكلة المعضلة بتاعت وسط الملعب دي وتخلق لعيبة تقدر تصنع لعب او لعيبة موجودة في مناطق خطورة ان انت لازم تهاجم بالظاهرين اللي موجودين عندك فبطولة الامم يمكن كان فيه ما يعيب المنتخب المصري شوية ان الظاهرين عندنا ما بيقوموش بدورهم اللجومي زي ما بيقوموا بدورهم الدفاعي ما بتقدمهمش انت لما تقدم الظاهرين هتخلي محمد صلاح يخش في وسط الملعب او يضم الجوه هتخلي مرموش يضم الجوه فمنطقة صناعة اللعب هتبقى عندك فيها لعيبة وده اللي هيفرق كتير جدا مع المنتخب المصري فانت لو قررت تعتمد على السلية وحمدي فتحي وانني لابد من دخول محمد صلاح ومرموش في المنطقة دي اعتقد محمد مجدي افشا لو تواجد هيبقى فرصته الوحيدة ان هو يتواجد في المباراة اللي موجودة في القاهرة لان المباراة اللي هتلعبها في السنغال لو قددنا ان شاء الله نخرج بشباك نظيفة هتحتاج اللعب السريع والارتدادات واعتقد ان محمد مجدي افشا مش احسن لعب يلعبك يقدر يحرك الهجمة بسرعة فانت هتحتاجه ممكن تحتاجه في المباراة اللي هنا لكن لو هناك حبيت تدخل لعيب على السلسة وسط الملعب اعتقد زيزو الانسب وان كان في بطولة الامم كان بيدفع بتريزيجيه وسط الملعب ويخلي زيزو الجناح نظرا ان زيزو متفوق في الكرات العرضية يمكن هو افضل لعب في المنتخب المصري بيقدر يلعب كرات عرضية فاحنا لو شفنا تغيير اعتقد ان التريزيجيه ممكن هو يتواجد في الحتة اللي عظم جدا عايز سألك على ادوار مصطفى محمد في طريقة لعب كالوس كيروش عشان مصطفى محمد اقول مهاجم رقم 9 المهاجم المنتخب بطريقة كالوس كيروش ادواره بتبقى ايه؟ يمكن تكلمنا على النقطة دي على مصطفى محمد مع نهائي بطولة افريقيا واتكلمنا انه الانتقاط زيادة شوية على مصطفى رغم ان الراجل بينفذ اللي بتطلب منه اللي طلبه منه كالوس كيروش انك بتنزل تلعب ميت بلوك يعني بتدافع من منتصف ملعبك بتعمل دفاع متوسط بتبتري تقفل زواية التمرير على الخطر خلفي عشان تمنع البلدوب بتاع الفريق المنافس نجحت امام كوتيبوار نجحت امام المنتخب المغربي كان بيضغط على رومانس بشكل كبير جدا نجحت حتى امام المنتخب السنغالي في خروجهم بالكورة كان بيضطر خليدي الكلباني انه يعمل اللونج باس او الكورة الطويلة ليه؟ لانه بتضغط عليه دايما من المهاجم بتاع منتخب مصر اللي هو مصطفى محمد فالاضور التاكتكال او الاضور التاكتكية اللي بتطلب من مصطفى محمد الراجل بيقديها على اكمل وجه ما ينقص ما ينقصنا خلال المباراة انه انت بتلعب ميد بلوك او بتلعب دفاع متوسط وده الاكثر واقعية لانك لو نزلت لوك بلوك او دفاع مخفض هتستقبل لعب كتير يبقى عندك مشكلة لو انت طلعت ضغط من فوق هيبقى عندك مشكلة فالدفاع المتوسط هو الانسب للشكل الحالي المنتخب مصر بالاربعة تلاتة تلاتة ما ينقصنا فقط هو سرعة الارتداد وده اللي عملناه في مباراة المغرب ده اللي عملناه مباراة كوتفور يعني قدرنا نعمله في طورة افريقيا الناس لانه الناس انا واحد من الناس اه شايف طبعا ان الجزء الدفاعي والمجموعات الدفاعية اللي قدر يعملها كاروس كيروش مع منتخب مصر شيء عظيم جدا ما تعملش في مصر قبل كده لكن ما كناش جيدين على نفس الدرجة هجومية لكن كان عندنا حاجات بتتنفز وفيه باتر انه بيتنفز والطروع على محمد صلاح دايما والترانزيشن اللي كان بيقول اللي كنا بنقدر نعمله من خلال عمر السولية كان بيحصل مرة واثنين وثلاثة في ده من نسميه في الكرة باتر او نمط بيتكرر كتير جدا انه فيه حاجة بتتقالف التدريب اجمالا الاربعة تلاتة تلاتة بوجود عمر السولية كورقة مهمة جدا جدا وارجعلك بقى تاني للسؤال اللي كنتم سأل فاروق اضيف عليه نقطة بسيطة انه انت عندك ورقتين مهمين او فسط الملعب ورقتين مهمين جدا 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 بنمطين مختلفين بنسبة كبيرة مش هنبدأ بهم المباراة لكن هما ورقتين مهمين جدا كتغييرات الشوت التاني عندك اتنين بروفايل اللعيب التمانيات لو اعتمد عليهم تمانيات كارلس كيروش اللعيب الاولاني هو احمد سايزيزو هو اللعيب الافضل في المنتخب المصري اللي قدر يلعب في المركز ده ناحية اليميني اللي بيعمل يعني بيحط الكرة تحت رجلو كده بلغة الكرة ويقدر ايطعلك بها 10 و 15 متر ويبتري يعمل الباس بعد كده فيقدر يسحبك دي طريقة من طرق الترانزيشن او طريقة من طرق التحول ان اللعيب بيطلع بيشدك لفوق ويحط الكرة تحت رجلو يقدر ان هو يشد الفرقة لفوق ويبتري يويت ويبتري يعمل الباس بعد كده عشان يطلع الفرقة دي واحدة من ضمن الطرق الطريقة التانية المهمة جدا هي انك بتحط لعيب كدراته الهجمية زي ما احيانا حاول يجربها مع عبدالله السعيد او افشف البطولة العربية قبل كده انه يعتمد على لعيب الباسير اللي عنده دقة فيه الباس في وقت من الاوقات مع الاعتماد على الزيادة الهجمية من الثلاسي نهاية الثلاسي الامامي اعتقد انه سرعة الارتداد ده اللي هيشتغل عليه كارلوس كروش مش هغير كتير فيه الكور متاع الفرقة الاربعة وقدامهم التلاتة اللي احنا اتكلمنا عليهم الثلاسي سواء عمر مرموش او محمود ريزيجي في الشمال مع صلاح مع مصطفى محمد مهم جدا جدا لما تاخد الكورة لانه فيه رقم جيد جدا عند المنتخب السنغالي احنا عملناه في البطولة دي نفس الرقم لكن هم كانوا منمط عندهم اعلى شوية لكن احنا بنقدر نعمله وقدرنا نقفله عليهم في مباراتنا معهم الترانزيشن بيتم في 5 ثواني وفي 6 ثواني وده رقم كبير جدا نقدر تعمل الترانزيشن في وقت قليل زي ده فاحنا بنقدر نعمل ده بالطروع على محمد صلاح والتحاولات اللي بعملها مرموشة بشيء من الدقة والتوفيق اعتقد ان شاء الله هنقدر نعمل واحدة او اثنين خلال المغرب الجملة الاشهر هي فكرة نقل الدفاع او التحاول الدفاعي للهجوم لمنتخم مصط انت تدافع بشكل جيد جدا ولكن التحاول احيان بيبقى فيه بط احيان ما يبقاش فيه تحرقات يعني مثلا انا بتصور دايما في فكرة اربعة ثلاثة ثلاثة في اي مكان في العالم اشوف الباكات بتقويب يعرفوا يهاجبوا بشكل كويس يبقى عندهم مسحات يهاجبوا خاصة انت الاثنين تمانية بتوعك هيعرفوا يغطوهم بشكل كويس ازاي نتحول هجوميا بشكل مرضي احنا بندفع كويس جدا ولكن التحاول الهجومي اكيد كلنا نفسنا نشوف تحاول افضل كمان زي ما قال محمد البتر مهم جدا ان انت تتحول هجوميا ولازم يبقى فيه تدريب على سرعة التحاولات الهجومية ولازم اللاعب لما بتقطع الكورة لازم يبقى هو عارف قبل ما يقطع الكورة هو هيلعب الكورة المين ويطلع على مين سواء موجود مصطفى محمد او العيف وسط الملعب يطلع عليه ويتحرك سواء محمد صلاح او مرموش من الخلف ويفتحه المساحات لان انت عندك دايما محمد صلاح لازم تستفيد من قدرته العظيمة جدا في استلام الكورة وهو بظهره وقدرته ان هو يلف بالمنافسين بنشوف ليفربول بيقدر حتى رغم ان محمد صلاح العيب يمتاز بالسرعة والتحرك في المساحات لكن هو اللاعب دايما اللي انت ممكن تسند عليه وتلعب عليه الهجمات المرتدة لان محمد صلاح لو لعبت له الباس في رجله اعتقد انه ما فيش مدافع حتى تحت اي ضغط هيقدر ياخد الكورة محمد صلاح ومع الالتفاف هيبقى موجود مساحات في خط الدفاع المنتخب السنغال تقدر تستغلها لكن النقطة المهمة اللي انا عايز اتكلم عليها برضو يا كريم هو عنصر المفاجأ اعتقد ان كارلوس كيروش عنده من الجرأة وعنده من الخبرة ان هو يقدر يفاجئ المنتخب السنغالي انت المنتخبين تقريبا لعبوا سبع ماتشاط او اكتر في بطولة الامم فهم شبه منتخبات محفوظة او طرق اللعب محفوظة سواء المنتخب السنغالي او منتخب المصري احنا ازاي نقدر نفاجئ المنتخب السنغالي او ازاي نقدر مع بداية المباراة يبقى فيه ربكة لحسابات المنتخب السنغالي اللي هو درسك كويس جدا وحفظك كويس جدا فانا اعتقد انه معانا ربع ساعة وعشر دقيقة ممكن تستفيد بيها في الحضور الجماهيري تعمل الهاي بريس على المدفعين للمنتخب السنغالي لان احنا مدفعين المنتخب السنغالي عندهم ثقة في نفسهم كبيرة جدا وهم طبعا يعني اهل للثقة دي واحد بيلعب في نابولي واحد بيلعب في بريس سان جرمان ديالو كويبالي لكن انت لما تفاجئوا في اول ربع ساعة ان انت بتضغط عليه من قدام وبتقدر تقطع الكورة في مناطق خاطر لان احنا حتى في المباراة النهائية المنتخب المصري عندنا في احصائية سلبية شوية ان احنا مقدرناش نقطع ولا كورة في التلت الاول للمنتخب السنغالي ما كناش بنضغط عليهم في تلت ملعبهم لكن دلوقتي انت بتلعب في ملعبك واعتقد ان انت حتى مستر موسيمين عملها في الاهلي في مباراة الهلال في كاس العالم بدأ المباراة بضغط علي جدا واضطر لعيب الهلال معين لعيب الهلال في الدور السعودي لو اللي بتفرج عليهم بيلعبوا برضو زي المنتخب السنغالي بيحضروا من وراء وابدأوا الهجمة من وراء فانت لو فاجئت المنتخب السنغالي بشكل مختلف خصوصا في اول ربع ساعة اعتقد ان دي ممكن تسمر عن شيء وخصوصا ان انت لو تقدمت في بداية المباراة تقدر بعد كده تتراجع للميديم بلوك وتقابل من نص ملعبك وتلعب على المرتدات وسعيتها ان انت تقدر تسجل هدف تاني يعزز فرصتك في مباراة العودة ومش يبقى فيه ضغط على اللعيبة لان انت خلاص تقدمت بهدف مبكر وده مهم جدا تسجيل هدف مبكر عظيم جدا انا بشكرك شكرا جزيلا فاروق شرفتني حقيقي ونورتني وخدت ممسوط جدا بتواجدك معي شكرا انا كريم شكرا جمالك العادة بتشرف جدا وبسعب بتواجدك معي انا بشكرك شكرا جزيلا يعني خلاص خلاص كلام خلص الاهم دلوقتي الدعم مساندة دعوات ايوا دعوات كل المصريين ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله الجهاز الفني يبقى في احسن احواله ويركز ويعمل طريقة لعبة عظيمة لعبتنا كلنا ثقة فيهم والاهم جمهور في المدرجات سوطه ما بيوقفش هتاف لمصر مصر 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 طول الوقت ان شاء الله ربنا يكرمنا وكل الناس بتقول يا رب وابا الله 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 يا فرطة الله نصيحة ليا تخليكو ورا منتخب مصر ما تشجعش لعيب بعينه تشجعش فريق بعينه احنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب تخليكو ورا المنتخب تشجعوا المنتخب تخليه فيجو مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد اهم من منتخب لنا ولا غيري ولا اي ناري أصلا مهم اهم من منتخب gt도 Blogazid البول têm هأولنى ما يمت شك ف办 くب واحبَّ تنادي تحيام مصر حبيً من بauth صياط ليكون now نسف صغير النادي بالتعم straiti تحيام مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر نعيش بمصر ونموت بمصر مصر تحيا مصر